مخفض السرعة كي تواجد على بعد 50 متر جواب 1 150 متر جواب جوج السرعة محددة في 30 كم في الساعة عند العلامات جواب 3 عند مخفض السرعة جواب 4 الجواب صحيفة السؤال هو رقم 1 3 4 الكتير اللي غير طفات السؤال وما غير يجيبش على 1 3 4 لكن هنشرح هاد العلامات مجوج العلامات المتعة تسميتها خطر مخفض السرعة أو خطر حدبة يعني حدبة واحد المرتفع من الأرض ويمكنutئك الوهدة هي واحد وحنا نقول واحد حفرة حدبة هو مرتفع فوق الأرض ووهدة هو واحد حفرة لكن هده كنشوفو أنه كن واحد حدبة فوق الأرض يعني كنتسمى خطر حدبة أو خطر مخفض السرعة مزيان نشوفو العلامات ج Transeyeche تقول العلامة الـ 32 متعة تحدية السرعة 30 يعني مكانوифوتوش 30 واخرنا بدأو تسؤلوا لقل لك مخفد السرعة كي يجوز على الفقنية يعني كي يجوز على علامات الخاطر مخفد السرعة كي توجد على بعد خمسين مترو يعني كنقول لنا عرفو احنا الخاطر كامل بصرفة عامة الخاطر كيتطبق داخل المدينة على بعد خمسين مترو خارج المدينة ميو خمسين مترو باستثناء العلامة دية السير في تيجاهين ليهي الوحيدة اللي كتطبق من عند العلامة وكتسمى علامة وضع اما الباقي كله كيتسمى علامة متقدمة مزيئ هادي شنو دبحنا داخل المدينة هاد مخفض السرع قطاش غايتواجد غايتواجدها لابو هاد 5 مترو يعني من هادك البلاكة الي شتيه هنضربه واحد خمسة مترو اغلق وهاد مخفض السرع مزيئ نمشو السؤال الثاني اشكي قولنا السرع محدده عليش كي هدروك يهدروكي هدروع العلامة الثانية السرع محددة ثلاثين كموتر الساعة فين إنتذك العرف بイلي المنع يكتبك البناء يكي يمتدع الم intric tبق البناء تتبق البناء يكي إبتداء الم الألامة ويكي ت placement عن الم through comot being on-off action الطرق أو عند علامة نهاية اصبت المنع 아니고 Pvt بشر هو فيẻ المنف المنه يتطبق البناء يmekتبأ أكي وتسمى علامة الوضع ويكي يستمit في حين ينتهاء عند منتقة الطرق نهاية تحديد السرعة جيد هذه السرعة ماothe 33 ساعةich يستمit علامة عند العلامة نهاية السرعة لكن عند المخفض السرعة اللي هي من بعد خمسين متر غلق مخفية السرعة رغم عندك السرعة محدد ثلاثين ومحدد ثلاثين تا واحد منها واحد مئة متر ومنها واحد حتى الملتقة الطرق شي اكتبوكتان عن الملتقة الطرق أي غا تكون تحديد السرعة عندك ثلاثين حتى الملتقة الطرق حيث إذا جاوبت لي غيب رقم ثلاثة قلت هي السرعة محددة ثلاثين متر ساعة عند العلامات ومجاوتيش الربعة غا نفهمو باللي نجاوب طريقة المنطق يعني نضرب بالعكس يعني غا نفهمو باللي بحلا قلتين عن مخفية السرعة ممحددة ثلاثين يعني أنا ممكن مخفية السرعة نمشي كثير من ثلاثين هذا هو المفهم دينا لكن هكا بغيتكم قد تفكره في الأسئلة كاملين دي ما ختمو بالمنطق شوية غا تفهمو مزين دي ما سير الحاجة اللي هي مؤاكسة لها عند العلامات جاوبنا عليها لكن حتى عن مخفية السرعة تا هو غا يعدك تحديد السرعة ثلاثين يمكن لي نمشي سبتا إلا خديت طريق السيار نعم جواب واحد لا جواب جوج طريق الوطنية نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة أنت نتعرفه على الطرقات اللي كنا هدنا في المغرب عدنا جوج طرقات جوج موليكينين كين طريق السيار والطريق العادية طريق السيار السرعة محدودة في مئة عشين كمتر ساعة وأنا انضرب صفة عامة باش نتفضلوا لأسؤال بزيان طريق السيار كاتكون هنا السرعة محدودة في مئة عشين كمتر ساعة لكن اللي كان طائحها جدا كاتتتولي محدودة في مئة كمترمتر ساعة لكن هذا المياه غير نظرية ماشي قانونية لكن هذه قانونية مشي قانونية رأي مئة عشين كمتر ساعة وخال نشوفوا الطريق العادية الطريق العادية رافيها كتنقاسم عوتني الجوج ليهي داخل التجمع الساكاني و خارج تجموه الساكني أو داخل المدينة و خارج المدينة هنا داخل تجموه الساكني و خارج تجموه الساكني كي نقاسمو فيهم أربعات الطرقات اللي هم و اشنا هما؟ طريق وطنية طريق جهوية طريق إقليمية و طريق غابوية حنا ده باش نوعدنا هنا قالك يمكن يمشي السبتة إلخ دي طريق السيار قل لاحظ ما هي في ذاك البلاكة اللي هي زرقه و فيها الرمز ديال طريق السيار عندك الفنادق و سبتة يعني نمشي الطريق السيار في ذاك البلاكة دياله يعني قالك يمكن يمشي السبتة إلخ دي طريق السيار قلنا نعملها لكي نمشي السبتة في ذاك البلاكة نمشي الثانية الثانية احنا عدنا بيضة هذي كتسمة الطريق عادية عاد كنشوفه شنو فيها تفرق لكن قالونا الطريق وطنية باش عرف الطريق وطنية لاحظوا معي مكتوبة المضيق و السبتة لكن إحدى السبتة مكتوبين عبره طاء وواو رقم تمديل رقم 4 و 5 وكي منتليش مزيانة مهم عبر طريق وطنية يعني الطا والواو هي طريق وطنية طا والجيم طريق جهوية طا الهمزة طريق إقليمية طا غاين هذا غاين ما كيشكوشتنا طريق غابوي أصلا معدناش من الغابة الغابة من نجوش غابة تلمسيقين بعضياتهم غاين سواء هذا المأمور الغابة بالنسبة لكي ممكن نشيب سيسبتها إلخ دي طريق السيار قلنا نعم طريق وطنية باش عفتها عبر طريق والواو وهي طريق وطنية تموضع في مركز القيادة كيتم على الشكل التالي مواقبة المراية الكرسي ررط حزم السلامة جواب 1 مواقبة المراية ربط حزم السلامة الكرسي جواب جوش مواقبة الكرسي المراية ربط حزم السلامة ربط حزام السلامة مراقبة المرايا الكرسي جواب 4 جواب صحيفة السؤال هو رقم 3 هذا السؤال اللي أخدمت فيه شوية دي التفكير و شوية دي الدكا باين أنا أول حاجة أقدر الكرسي هو الأول باش مي كتقدر تموضع دي الكرسي كتقدر تقدر تموضع دي المرايا وما تقدر حزام السلامة أما ما درشي العكس ودرشي المرايا وعد حركتي الكرسي ما درشي والو درشي حزام السلامة وعد دير المرايا وعد كرسي دي و جي وراشت دك حزام السلامة إني دائما كابدوا بالكرسي واللول من بعد المرايا وربط حزام السلامة هذا السؤال اللي مي شي هاجل لي سهلا خس كتفكر لي شوية يمكن تعويض هاد العلامات ب جواب واحد جواب جوج جواب ثلاثة جواب ربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم 4 يمكن تعويب جواب منك ممنوع انظر على اليمن ممنوع انظر على اليسر لا تكون انظر على اليمن يمكنك انتظر على اليمن لن تكون مجبر لكي ينبشر الامام يمكن نظر هذا للبلاك لكن نحيدوهم ونوفروا بلاقة بحدة ونحطوه بلاقة هذه وهذه البلاقة الرابعة ما تسمى مجبر على أنك تبع تسير الأمام ممكن نحيدو ذلك الجوج ونحطوه بلاقة هذه ندوز جواب واحد نوقف جواب جوج جواب صحيح فات السؤال هو رقم جوج الكتير اللي غايتسأل فات السؤال ويقول كيفاش يجاوبون على رقم جوج واخل أحدو ما يام هذك العامل اللي قلس على الكروسة هذ معه واحد الإشارة دي الانتذي حمرة كنم أكد أنه كين جيال معاكسة كين واحد العامل آخر غايكون هذ بحل هذ العلمة لكن العلمة دي الإجبار وفيها سهم فهذه الطريقة هذي كتسمها سير بالتنوب يعني إما كيكون عند هذ العاملين مجوج كيكون عندهم واحد كتكون عنده بلاقة لحمر ماشي جادر وليك تكون انتذي كتكون كلها مصبوغة بالحمر ولاخر كتكون عنده كلها بلاقة مصبوغة بالخضر يعني هذا اللي يدل لك بالحمر اش كيقول لك اوقف ولاخر مجيال معاكسة كيكون طالق للناس بلاقة بالخضر يعني ضايرها وضايرها وبالخضر كيقول لهم يعني يزيدهم هذا إلا دورنا البلاقة إلا دورنا البلاقة كالقاعدين عنده خضراء والاخر كيضورها كتكون عنده حمراء لكن هذي كلا لحظة عنه كلا لحظة عنه انتذي هذا انتذي من موراها أشغ يكون فيها هايكون فيها إجبار دي الوحد السهم دي اللي زرقاء ويكون فيها السهم لاخر فتيجي معاك يستهوي انه نفسه يكون عنده هذي لك هذي لانتذي ومن موراها مدير فيها دي الاجبار والسهم دي انه يزيد القدام هذا كتسماء السير بالتنوب هذا شنو عطينا؟ عطينا لانتذي انوقفه الوقيت اللي غيدور هذي لانتذي غالقوا ديرنا دي الاجبار وفيها السهم انكملوا طريقنا يعني هاد ياما كتكون لانتذي ما الاجبار اللي فيها السهم ياما كيكون عندهم واحد عنده درره حمراء كاملة والاخر درره خضره كاملة يعني الخضر كيزيد والحمر كيوقف عند شراء سيارة جديدة من الواجب نقوم بالفحص تقني بعد عام جواب واحد عامين جواب جوج اربع سنوات جواب ثلاثة خمس سنوات جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم اربعة بالنسبة كل الرح denim علي السيارة جديدة أخذتها من الدار يعني l'Amazon يجب ان تصل الخمس سنوات لان تصل الخمس سنوات كنت orthigh يعني اليوم ديوم، أرجو دخالي لم functioning 5 سنوات غير مقارنة وختراة 5 سنوات يعني انهم 6 سنوات ثقائق 5 سنوات تعالي أحاول 5 مقارنة وختراة 5 سنوات بعد سناء سناء بعد سناء سناء بعد سناء بعد عشر سناء حيث إلا أنه لنجم إليه إلا ما تجاوضي بقيمة عشرة إنه كان هناك إنه سيسر ليه إليه لكن بعد خمس سناء هذه فحص تقني لكن بعد عشر سناء من نديره لأنه لا يج году أفهم باللين أيني أت否ع طنوبير فلن يتوصل عربية دي لعشر سناء لم يجعل إليه بقيمة عشرة هذه الأفضل. هذه الأشياء جادينا هو قبل الرقم 4 عندي حق أسبقية المرور نعم جواب واحد لا جواب جوج ندمج في هذا الطريق نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد أربعة بالنسبة للعالمة أشكر هنا أنا ندير الأسبقية ديال نحن نعرف الأسبقية تغير في المتقية الطارق على شكل إيكس وزائد والتا وإيجريك والما دار لكنتال أسبقية عند تقابل شكل غايدوز للأول هاد العالم اللي كان شوف قدامنا كتسمى عندي حق الأسبقية شنو لاحظوا معي فيها هي زرقة وفيها فليش ببيض الفوق وفيها فليش حمر هابط لتحت هناك الفنبلينتا عندك أسبقية تيجاه الجهة المعاكسة شنو كيكون فيهم كيكون عندهم بلاكة حمرة ديال المنع ضايرة سهم لي طالع الفوق بالحمر وسهم هابط بالكحل لاحظوا معي هنا عندك بلاكة زرقة فيها سهم بيض طالع الفوق وسهم حمر هابط والجهة المعاكسة حاول ترسم هذا الشي اللي كان قولك الجهة المعاكسة عندهم بلاكة ديال المنع ضايرة بالحمر وفيها سهم طالع الفوق بالحمر وسهم هابط بالكحل هاد العلمة اش كتقول عندي حق أسبقية والعلمة الجهة المعاكسة كتقول ليس لدي الحق الأسبقية هاتش في التقابل هاتش حيش كنا في التقابل ما كيش ماشي عندنا ملتقى الطرق بحل إيكس وزعيد والتي وما ترلع هاتش غير تلتقابل واخن نشوفوا هاتي انت عندك الأسبقية نعم جاوبنا لها وليك يعيش بيجاوب لاش ندمر في هذا الطريق حيث القنطرة هاد الكنة العربة اللي قدامنا دخلات يعني هاد الاندماج كيفاش تقنقارنو تقنقارنو بتحليل الصورة إلا لقيتي هادك الطريق داخل فيها شي واحد ما تندمج أتقول لي غا تسنى إلا لقيتي أن ما مندمجت الشي واحد سير كما طريق ندمج انت ودخل لكن هناك اللاحظ بالليك هنا واحد العربة غا نتسنى تتخرج ذاك العربة عاد ندخل هنا عندي أسبقية نعم الناس الخرين اللي جيال في الانتجام معاكس يلاقلون عندي أسبقية أيقولوا لا إن دامجتها هما غيشوفوا واشترق خاوية ولا عامرة واقترض الفعل في المتوسط هو تانية جواب واحد تانيتين جواب جوج من الواجب ترك مسافة أمان بين جوج دل العربات كتقدر على الأقل بتانية جواب ثلاثة بتانيتين جواب ربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ربعة بالنسبة ما احنا كنعرفه وقترض الفعل في المتوسط كيتقدر بتانية ذاك شيش جوابنا برقم واحد هو غالبا ما كيكون كتار من تانية لكن في المتوسط هو تانية جوابنا برقم واحد مزيان السؤال الثاني كيقولكم هو أجب ترك مسافة أمان بين جوج دل العربات اش كي يضروع هناك كي يضروع للمسافة الأمان وحنا كنعرفوا بللي مسافة الأمان كتتقدر بتانيتين هات جوج خدكم تحفظوهم إلا تفككت الحمولة ديالي أثناء السيقة وتثبت في حادثة يمكن لي نعتبر مسؤولة لحادثة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد شيء طبيعي أنك لكنت ينتلي عندك تكسل عام شارجيها في العربة ديالك وطاحت وتثبت في حادثة لكنت لي مسؤولة ليا أنا في الواضع الجيد باش نمشي لغرب الطانجة نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نمشي لتيطوان نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة أنت في التموضوع ديالك نحن في طريق قصير بعدها والأول نحن في طريق قصير وهالطريق قصير عندنا جوج مسائلك مسلك على الليمن ومسلك على الياسر كاللاحظ أنا في التموضوع ديالي أنا عن المسلك لليمن والمسلك اللي على الليمن كي أديك أنك ممكن تخرج من طريق السيار يعني تمشي الليمن وممكن تكمل طريق نيشن هناك لك أنه في الواضع الجيد باش نمشي لغرب الطانجة الغرب الطانجة هو باش تكمل نعم طريق سيار باش نمشي لتيطوان باش تخرج نعم طريق سيار وتمشي لتيطوان تهيئ كذلك تهيئ نعم يمكن الشخص بالغ كيوزن 90 كيلوغرام يتخلص في المتوسط من كأس كوحول بعد مرور 15 دقيقة جواب 1 30 دقيقة جواب جوج ساعة جواب 3 ساعتين جواب 4 الجواب ساعة في هذا السؤال هو رقم 3 في بعض المراجع يقولوا باللي كأس الكوحول باش يتخلص الإنسان من كأس واحد ديال الكوحول خصوه ساعة دل المقانة يعني إلا كنوجر كيسان خصوه ساعتين وهكذا يعني بعض المراجع هالشي اللي كيذكروا يعني يمكن الشخص بها لكيوزن 70 كيلوغرام يتخلص متوسط من كأس الكوحول خصوه ساعة ومحدة كنوجر كيسان أمشي كل كاس بساعة نكشي باش جوبنا برقم 3 أنا في الوضع المناسب باش نتوجه للمخرج الموجود على اليمن جواب 1 فالقدام جواب جوج على اليسر جواب 3 الجواب ساعة فالسؤال هو رقم 1 جوج بنسبحنا قدام واحد الملتقى الطرق على شكل مادر مدعم بالعالمات ديال المثلات من قلوب لهابط الأرض يعني إعطاع حق أفاد المادر كنقولوا إعطا حق الأسبقية لليسار فقط واخر بالنسبة لهذا الطريق هذي طريق دو تيجاه واحد باش عرفتهم الخط عليه ديال اليسر الفرص ديال اليسر هادك متصل هادك الوسطاني اللي هو متصل هادك ما كينش لانه كيننا خطأ فتشوير اللي يلا حيدو حلا كين مسحوه ولكن ما هم مسحوش كامل لكن عليه ديال اليمن كين عدنا خط من تقطع دياللي في 20 مترو ما بلا خطو الخط فيه 6 مترو انا كدنا نضرب صيفة عامة باش اللي ما حافظ شي حاجة يحفظها معنا بالنسبة هذي كنت تسمى الطريق دو تيجاه يعني لدينا جوج مسالك ميكو انك جوج مسالك في الماضي رجح عدنا من الخرجة عدنا ربعات الخرجات عدنا الخرجة الأولى لدينا ليمن الخرجة الثانية نيشان الخرجة الثالثة على عيدك اليسر الخرجة الرابعة كان ديرو نص دورة مزيد إلا كنت في ليمن عندك الحق الدور على الليمن وتبشر قدام إلا كنت في ليسر عندك الحق الدور ليسر وتدير نص دورة هناك شي شناد في ليمن شنو اختارنا غير من دوره على الليمن ومشو القدام كو كنا في ليسر كنا نختاره على اليسر بوحدة يمكن التدخين أثناء السياقة يزيد من وقت رضي الفعل نعم جواب واحد لا جواب جوج ينقص من دقة الحركة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد تلاتة حنا كنا نعرفه من بين الأشياء اللي كتغير من وقت رضي الفعل واللي كتدير في وقت رضي الفعل هو التدخين السؤال الول سهل يمكن تدخين أثناء السياقة يزيد من وقت رد الفعل. قلنا نهم. هذا سهل. عارفينه. لكن قال لك وشين قسم من دقة الحركات. أنا غني أعطيك واحد العمل لحد المسألة. أتحفظها. لأن هذا الشي بحكم الجريبة. بحكم كنصادفه جميع الأسئلة. الأسئلة والطريقة الأجوبة. كيف نجوابه عليها. عندك المخدرات والكوحول والتدخين. هذا الشي كامل. كي يزيد من وقت رد الفعل. هذي متافقي عليها. لكن كو بأكد أنه كين قسم جميع المصطلحات. بما فيها دقة الحركات. كين قسم من تركيز. كين قسم من قدرة على التح بحليل. وكين قسم من كل شي. من كل شي كين قسم. إلا وقت رد الفعل. كي يزيد منه. يعني راه هدى المصطلحات كي كي جاي شوية صعيبة. لكن من التركيز كين قسم القدرة على التحليل كل شي هاتشي كين قسم منه هي باش تكون الأمور اللي هي بسيطة دك شي باش جوبنا برقم واحد وثلاثة كي يظهر التعب أثناء السياقة منيك نسوق لمدة طويلة نعم جواب واحد لا جواب جوج منيك تكون الأجواء داخل السيارة سيئة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد ثلاثة شي طبيعي أنك منيك تسوق واحد المدة طويلة وكتفوج لك الساعتين اللي يذكروننا بعض الهبراء أنك تسوق ساعتين وترتاح مدة تربع ساعة را شي طبيعي أنك منيك تسوق مدة طويلة كي يظهر التعب عليك أثناء السياقة وكذلك منيك تكون الأجواء داخل السيارة سيئة بحالش بحال انتا غادي قرع في حدرج لك شي حاجة فوق وكتدور عليه الدكليم ولا يصير كاتبشي وجي لجي هذا هو كاملين بعض الأشياء اللي يكونوا عندك داخل السيارة يقدروا يسبوه لك في التعب بزاف نكشبه جوابنا برقم واحد وثلاثة يمكن اللي يستعمل ضواء الوضع وحدة جواب واحد ضواء التقابل جواب جوج ضواء الطريق جواب ثلاثة ضواء الضبابة دلخلف جواب ربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لف الأجواء ديالشتاء الضبابة والثلج والعجاج سنطريكها له كلها الأمر tiny وإن أن تخدمетров هكذا اذا كانت أخدامه أخدامه الدبابة والعجاج فهي يُتوحوته الضوء التقابل والضبابة للقدام و النسائل الخلف واضحة نعود إلا كانت تجعل ستقابل و الدابة للقدام إلا كانت الضوء التلج و العجاج بتقوحة من ثلاثة كانت تقابل الضوء التقابل و الدابة للقدام و ديال الخلف هنا هنجنوا وزيك يقول قد تقول هنا الدبابة هنا كنا طريقة وحدة اللي كانعرفوها إلا تجعل سوء و الى خطام بدون مناقشة اعرفها باللي هذيك شتا غيشيوش تسويغلاس خدام اذاك راه مساحة الزجاج قنا نظروع لها اعرف باللي هذيك راه شتا ممكن تكون ضبابة راك يبينو لك ضبابة وممكن يكون سويغلاس ما خدامش وكتبان ضبابة باينة وممكن تكون شتا بينة باينة لكن ممكن تكون القادية مش كوكة هناك نشوفو اذاك مساحة الزجاج قنا عرفوا باللي شتا ما هتكونش ضبابة ولا مين يذكرو هالك مين يذكروك يقولك بحالة باش شتم جهداء او في هاد الحالة ديال ضبابة سوف انتك تبني على السؤال اللي يطرحونك من يسبه هنا جاوبنا هنا شنو عدنا عدنا الشتا خسنا نديرو الدود تقابل والدود ضبابة للقدام لقيت غير الدود تقابل جاوبت عليها الدود ضبابة للقدام ما كانش هنا جاوبناها برقم جوش عند المادار نعطيحها اسبقية العربة اللي جاية من اليسر نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب سحيفة السؤال هو رقم واحد نتكلم لي عند المادار والمادار من دعم بدك المتلات المقلوب لك تسمى اعطى حق الاسبقية هاد المادار ما يكون مع هاد المتلات كان اعطيحه في المادار الاسبقية لليسر فقط قل لك عند المادار نعطيح اسبقية العربة اللي جاية من اليسر قلنا نعم من الواجب نسمح لهاد الرجل يدوس نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب سحيفة السؤال هو رقم واحد كيف تقرنا لا حسب الاسئلة اللي خاصة بالراجلين ميك يهدرون لنا بصفة عامة من الواجب نعطي الاسبقية للراجلين نظر على اللي من غنظر على اللي سر غنبشي قدام دائما احنا كنقولو من الواجب انها كنشتر الاسبقية لكن وقتش كان ديرو تحليل الصورة هو ميك يتكرلك سؤال للشكل في العمر ندوز او نوقف اذا قلت ندوز او نوقف هناك نحلل الصورة واش هو حاط رجل عمر راجلين او انه هاز حاط رجلو فوق الطريطور وباقي ما هبطش لكن هنا ميك يهدرون لنا بصفة عامة من الواجب نسمح لها دراجل ايا من الواجب نسمح لي نعم كون ندكرو لي ندوز او نوقف هنا قدر نقول ندوز وما نوقفش لأيش لانك نحتاج وتحليل الصورة ولكن بيك يهدرون بصفة عامة ارا كان من الواجب نسمح لها دراجل جواب صحيح ورقم واحد وقفت العربة الكحلة عندي حق اسبقية نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هنا ملتقى الطرق الاسبقية المن ما كين العالمة دي الاسبقية الولو الاسبقية كدعطوها اليابين مين كيكونوش العالمات كدعطوها اسبقية اليابين انت رك في العربة ديلك لما ديلك خاول عامر عامر مين باديك العربة الكحلة واخيري خصدوز اللولة باديك العربة الكحلة ووقفت شخصك تزيد ممكن شخصك تزيد انتها غت وقف وتعطيها الاسبقية هاتشي رأى كي يوقع وهذا رأى واقع هذا كي يوقع بعد مرات كيكون السائق اللي عنده الاسبقية متردد كي تردد كي يوقف رأي الجالة المشيتي تزد قلت يا صفراء وقف مزيد انا وزادته هو عاوتي بعد انا وتردد وزاد وقاسك فهنا ركت تبقى علي دي الاسبقية شكو اللي عنده الاسبقية عربة جاية مضوب لك انتها والعربة الكحلة تتخلعت يعني وقفات انه وقفتها انا ينطبق القانون دي وعنتها الاسبقية لليامية ديك شباش قلونا عندي اسبقية اللي ما عنديش من الواجب نعطي حق اسبقية العربات اللي جاية من القدام نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفات السؤال هو رقم جوج انت في واحد ملتقى الطرق اللي مدعم بالاشارة دي المورور وانا كينا الدول اخضر ووته الحمر gate صفر عدنا الدول اخضر عدنا اسبقية العربة اللي قدامي اللي هي البيضاء شعلم الشيء لتجاه دي الله ستها يبغا preview هي لك ان الدول الاخضر اللي قدامنا بعدها هما كيكو عندهم دو اخضر هو بغايده للأي سال شنو قاعدها ك space انا مين cape can bar بحل بحل انه اللي غايده على لا سر كيعطي الأسبقية اللي قبالتو هو من العربة للبيضاء غايدو علي وكذلك سبي بت Stalin تأتب wer the recipe نعم لا ن job 90 هم نبدلا رقم كو تلته كاملين هنا قدم الإخو� يمكن أن تأخذ العربات الـ المسائمة على التجاوز الخطم الثقة هنا عندهم خطمة قطعة. هنا ناخدها مبدئيا على On Principle. شنو غا تاخده؟ هو بالنسبة لك الطريق. ممكن عند الحق التي جاء المعاكسة هو يستعملها. ما عندكش الحق تبع شي عربة. علاش؟ لأنك تخاف هذه العربة ستنتهي من عملية التجاوز وتلقى مشكل. مع طوميتها. تصوروا معي هذه العربة اللي قدامك. هاي كالدول. تبعتيها انت. ما غا تشوف شي حجي قدامه شي يرموك. غا تدخل هي. تسبب انت في مشكل. وشنو غا تسميته العملية التجاوز وسا تتخلي عليها في ذلك الساعة. هنا وقع لك مشكل. تخليتي درتي مشكل. كملتي أي ولي عندك مشكل. ذلك شي باش بغينا اللي غا نفهمه. هو أنه فيما تشوف هذك المسلك التجاوز. عند الحق الأخري أنه مشاركوه معك. ما عندكش الحق تبع عربة أخرى. نعطيك ميتين. تصور معي هذك المسلك اللي أول سين. والمسلك الثاني ديال التجاوز. وهما دلوا لهم مسلك ديالهم ودلوا في ختم التاصل. يعني هما ما عنده مش حق يقال. يتجاوزه. يعني هذك المسلك الثاني ولا ديالنا. ماشي ديالهم. فهذا الحالة ممكن تتبع هذك العربة. ميتا الآخر هو في طريق سيار. في طريق سيار. يقترق دو تجاه واحد. باش كنا عارفها عليه دنال اليسر. كي يكون الختم التاصل. يعني عندنا جوج مسالك. إلا كان شي عربة بغا تضوبل. غي تبع علاش. لأنه مبدئيا ما ما كيش شي عربة. غا تجي من القدام. وغا ديك اللي قدامي أتخبه. وغا تلقى معنا الخرين أنها. يعني هي. اللي مغينا نفهمهم في الآخر. هو أنه. المسلك ديال تجاوز. إلا كانوا العربة. تيجى ديال تيجى المعاكس. تهيئة عندها الحق تستعملو. إلا كان شي عربة قدار بغا تجاوز. ما تجاوزش انتا. حاول تسمح فيه. ولكن الأجواء تهي صعيبة. ما تجاوز نيائيا ما تجاوز نيائيا. كانت عقباء. كانت شتاء. طبابة. ودك شي. ما تتبعش لاش. لأنك تخاف. هادو كل التجاة المعاكسة. ما يستعملو. وضع في مشكلة. لكن إلا كانت تجاوز واحد. ولو جوج مساليك ديالك. انتا ما كي. من ذاك المسلك التاني. ما عندش الحق شي واحد يدخل لي. كانت العربة من ضوبلة. تبعها. كانت جاية. اسمي توق. كانت شتاء. كانت طبابة. ما شي مشكل غي ضوبل. كان عقباء. مون عاراج. اللي كان. حيث ذاك المسلك ما عمرشي واحد غي ستعملوه من تجاه المعاكس. هدا هو المبدأ ديال تجاوز. أنا على المصار المناسب. باش نمشي نسبتها. نعم جواب واحد. لا جواب جوج. باش نمشي وصد المدينة. نعم جواب ثلاثة. لا جواب ربعة. الجواب صحيفة السؤال. هو رقم واحد ربعة. بالنسبة هاد العلامة اللي مكتوفها سبتاود لو وصد المدينة. كتبين على أننا غنوصل الواحد للمنتقى الطرق على شكل ماضر. هذه الليلة. كاللاحظة باللي في الطرق. طبيعة هذه الطرق انها طرق دو تجاه واحد. باش عرفناها. لعليه يدينا ليسر كين خط ما تتصل. مزيين. اه 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 بضعي على الليسر ينقل للحق الدور على الليسر و تدي لنصيد دوره ما زينا هذا ما احنا فئنا في بلسة كان على ضعارات نجد نمشي نمشي الليمن و لمشي القدام كان لاحظو الليمن كان عدل و Update و القدام و سبت ذاك شي ضغطت الأرض انا فى الموضع مناسب باش نمشي لسبت جاوبنا نعم لكن الوسط المدينة فى ان جات جيزت علي ضعارات لايسر احنا عند نظرنا فى الآل كون بغينا يمشو وسط المدينة كان لنا نشدو المسلك اللي عليه دنال اليسر من الواجب ناخد بعي الاعتبار هالتشوير الطرقي عند السير نعم جواب واحد لا جواب جوج عند توقف نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة للعلامة هاش كتقول خطر منحاضر بالنسبة 12% هذا المنحاضر انه ميل بنسبة 12% شو السؤال قلنا من الواجب ناخد بعي الاعتبار هالتشوير الطرقي عند السير ده بنفس السير ما نكون غاد يهبط يعني غن ناخد بعي الاعتبار انه شنو نقدر ندير واش نبرك على الواصي نبرك على الفران ندير مساوات تاني نخدم فران المحرك نخدم الفران الرئيسي شنو نقدر ندير لك شاش غنقوله ان ناخدوا بعي الاعتبار عند السير يعني هذا المنحاضر عنده عنده طريقة خاصة بي باش كنهبطهم هاتشي غنشرحون ان شاء الله في الدوره التكوينيه اللي كي تكون في هالسياقه اما هنه غنضرغي ناظريين قل لك اوتي من الواجب ناخد بعي الاعتبار اتشوير الطرقي عند التوقف كذلك في التوقف مي كان بغير نتوقفوا في واحد المنحاضر بعد ما اننا كنبعدو من 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 الراس العقباب واحد السينمتر يعني باش كنبغون نتوقفو عدنا بزفد الواسائل باش كنتوقفو واش نخدم غير غير فران ديال ييد واش نخدم فران ديال محرك باش نوقاف يعني كنناخدو بعي الاعتبار تف التوقف يعني الطريق او واش ندور العاجلات جيت للتراتوار يعني كنمزفد المسائل كنخدموها مي كان بغير نتوقفو في واحد المنحاضر يعني كنناخدو بعي الاعتبار السير باش غير تمشي وفي نفس وقت لابويت توقف كنمزفد الحويجات كنديروه باش نتوقفو في المنحاضرات ديك شو بتجعبنا بواحد ثلاثة داخل هاد النافق وخارج تجمع السكاني يمكن لي السير دوال وضع واحدة جواب واحد دوال التقابل جواب جوش دوال الطريق جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش هو هاد يحفظها دائما داخل النافق كيف ما بغي يكون هادك النافق داخل تجمع السكاني او خارج تجمع السكاني او مضلم او فيه الضو او بنهار او بالليل دائما داخل النافق كنخدمو غير دوال تقابل بوحده ما كنخدمو تشي حاجة اخرى داخل النافق اش كنخدمو دوال تقابل يمكن لي السير دوال وضع واحدة جواب واحد دوال تقابل جواب جوش دوال الطريق جواب ثلاثة دوال ضبابة القدام جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش دب احنا في غن ندخلو ندخلو واحد النافق احنا شنو قلنا في النافق كيف ما بغي يكون هادك النافق بخارج تجمع الساكاني اندخل تجمع السؤال الول غتخدم غير دوال تقابل ممكن نخدمو تشي حاجة اخر ينا نخدمو رقم جوش على بواد ميتين مترو يمكن ينتابع السير القدام نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بنسبة لعلم اش كتقول بعد ميتين مترو ممنوع العربات اللي كتعدى في الوزن ديالها تمانية طن وحنا شنو قلوزو بيرمي نوع بي اللي مكي تعداش تلاتة طنونس يعني انت عندك يا تلاتة طنونس تحت قللك علي بود ميتين مترو يمكن ينتابع السير القدام او بالاحرى هاد السؤال يقدر يحطري واش هاد العلمة كتعنيك هاد العلمة مكتعنيناش لانه تمانياطن وانا كان ندوزيلا بيرمي بي من تلاتة طنونس تحت تلاتة طنونس ديالك تهية جو حطولو لك بعض العلمة وكتشبو فيها تلاتة طنونس وصوله قال لك وش هاد العلم ما كتعنيك تهية ما كتعنيكش حيش في الاصل شنا هي ممنوع العربات اللي كتعدى في الوزن ديالها ثلاثة ونوص وانت شو عندك من ثلاثة ونوص لتحت اني ما كتعنيكش فهذا الحالة ضواب ضوابة الامامية كتمكن من رؤية جيدة نعم جواب واحد لا جواب جوج باش يشوفون الاخرين مزيان نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة للجو كدير هنا يقين ضوابة وفي الضوابة اشخ نخدموه نخدمو الضوا التقابل والضوا دبابة دل قدام وديال الخلف بحل الضوابة بحل تلج بحل العجاج ولكن ش شاب نخدموه غير الضوا التقابل والضوا دبابة دل قدام انا في جميع الاسئلة كنحاول نعطيكوه بصفة عام مقاعدة بطريقة ديال التكرار كتوليك تحفر بطريقة غير مباشرة نحن نتعمل اني كل سؤال كنحاول نطرق بجزاف ديال القواعد يعني بها الطريقة قد تلقع راسكو في الاخر حفظتيب واحد طريقة غير مباشرة بلا ما تمل مزيان قلنا باللي سبل الضوا التقابل هو باش انا كنشوف الطريق قدامي ما كنديروش انا الضوا التقابل لانا الضوا التقابل كيضويل الفوق ما غاي تشوف بيتيتي حاجة كتولي الضوابك اتردع لك الضوا كنديرو الضوا التقابل حيث كيضرب في الارض وتقدر تشوفي الخطوط اللي علي ليدكليم اليسر باش تسير الطريق ديالك لكن الضوا الدبابة للقدام و ديال الخلف انا هاي باش يشوفوك الاخرين مزيان حيث الضوا الدبابك يكون جاد شوية ولكن ربكي ما ما غاي دوش لك للطريق لديل القدام و ديال الخلف غاي باش العربة اللي يجيين القدام او الخلف ديالك كيشوفوا العربة ديالك مزيان داكش باش قلنا واش هالدود بابات القدام الامامية واش كي ميكلوه من رؤية جايدة لما ما تشوف تبيه امواله لكن باش يشوفوك الاخرين اللي يجيين يشوفوك يمكن لي نتجوز الشحينة من ليسر نعم جواب واحد لا جواب جوج من ليمن نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة واخا نشوفو علاش قلنا اا يمكن ينجوز الشحينة اللي قدامي مجيه تلايسر مجيه تلايسر كنشوفو ان عربات اخرين جايين مجيه تلايسر يعني كي يضابلون حنا ليش كنقولو يلاش فناشي واحد في المرأة اللي يدنا لايسر من تجاوزوش عاوتي علاش لان كيلامتا تخرجتي من المسلك ديالك وخرجتي المسلك التاني اللي يجربك لايسر ارا اي عربة قاسك فانك انت مخالب نسبة 100% لان اي عربة كتدير ازاحة من المسلك يعني كتغير المصار ديالها وقاسة اي واحد كتعتبر مخالبها 100% وهاد شي غتفهمو مزيان هاد التموضوع هاد الاسئلة كاملة اللي كتشوفو دبا نظرية اراكو لك اتطبق في ميكتشوقها حادثة اراكو كيتطبقو هاد القواعد كاملين ان شاء الله بيغنديرو الدورات كوينية في كيفية من المعنودي وغنشوفو خمسين حالات كثيرة غتفهمو هاد التموضوع لاش كن هندرو عليه بزاف واخر قلنا لايسر لا لاش لانا المسلك الليسر كله عمر والعربات كي ضابلوني انا بيكشتين دوز لايسر بالنسبة الليمن ممنوع تجاوز فيتليمن اراه ممنوع يمكن ليسر بها الطريقة على مسافة طويلة نعم جواب واحد لا جواب جوج على مسافة قصيرة نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة بالنسبة لانت تمشي بالعربة ديالك على مسافة طويلة او مسافة قصيرة هتشير منه لماذا لانا اللوحة ديال تسجيل مهزوزة للفوق وما كاتبنش دائما في الخلف ديال العربة الى الحمولة كنت مضرق لك اللوحة ديال تسجيل او مضرق لك الضوء ديال توقف لحمر او اي حاجة اي حاجة كتبية للعربة ديالك من الخلف ودرقتها فانا ما كتشول لي مخالفة ممنوعة تكشفش جوابنا لما سافة طويلة لا ولما سافة قصيرة لا مني كي يكون المحرك سخون كي يستهلك الوقود بقدر كبير نعم جواب واحد لا جواب جوج كيلوت كتر نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ربعة بالنسبة لمحرك سخون ارا ما كي يستهلك شكل الوقود بزاف وما كي يلوت شكتر لكن لكن محرك باقي بارد وانت كت يعني غادي كتتحرك باع هنا كي يستهلك الوقود بشكل كبير وكي يلوت العكس دبا من الناس خون ارا ما كي يلوت ما كي يستهلك يمكن لي انتبع العربة الموجودة على الماصر دليسر إلا كانت السرعة ديالي ما كتجوج 80 كم في الساعة نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة شلو كي بليك العلامة الثانية كتكون ديال تحتية السرعة 80 يعني ما نفخدوش 80 والعلامة اللونانية كتسمى منوعة التجاوز بالنسبة العربة ذات محرك بصفة عامة يعني هاد العلامة كتعني صحاب الطنوبيلات وصحاب الكاميونات وصحاب الرموكات والكيران كل هم كتعنيهم هاد العلامة يعني ما عنوش الحقي يتجاوزو هنا قال لك زي ما بغاو يديرنا ذاك البي اجل انه إلا كانت السرعة دياليك منوعة تجاوز 80 يمكن لك تتبع هاد العربة لا العالم ما كتقول منوعة تجاوز منوعة تجاوز يمكن لي نتجاوز العربة إلا كنت غادي البوزنقة نعم جواب واحد لا جواب جوج إلا كنت غنكمل السير على هاد طريق السيارة نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة ربعة بجزب حنا في طريق السيار باش عرفنا بادك البلاكات الزرقة كاملة رقم نخرجو للبوزنيقة و مشو لبنس ليمان الطريق اللي كتدى البوزنيقة هو بنس ليمان و Plantليمن و تخرج من طريق السيار فتدام باش نكمله في الطريق سيار غعمشو لضر بادا وبقىتلنا الخرجة ديالبوزنيقة على بود مئتين مترو باش نخرجوه من طرق السيار تجاوز العربة هي في طريق السيار باش تحتاج عملية تجاوز تصغرق لك مئتين وخمسة وعشرين متر في اقصها تحتاج مئتين وخمسة وعشرين متر باش انك تجاوز طريق سيار يعني انت شحر بقات لك مئتين متر ما كافيكش لانك تجاوز وانت بغايت بمشي البوزنيق داك شاش قلنا لشتيكو ان دلونا ربعميات مترو ولدلونا غيه تلتمية او ربعمية او خمسمية نقدر نقول لك نعم مالاش لانه الميتروات لكي تسرقوا باش اننا نتجاوز طريق السيار اقصها هي مئتين وخمسة وعشرين متر وخمعده ما ذكروش ليه السرعة لكن احنا هنضر على الاقصه مئت غتحتاج مئتين وخمسة وعشرين متر باش انك تقدر تجاوز هنا بقاتنا مئتين متر باش نخرج بوزنيقة داك شاش قلنا لا اما باش نكملت في الطريق السيار انت داربي دارة غتكمل في طريق السيار لغا باش نيشا نضابل وكملت طريق ديلك نيشا كتتلف العجلات بسرعة كبيرة اذا كانت منفوخاتش مزيان نعم جواب واحد لا جواب جوج اذا كانت منفوخة بشكل كبير نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة كتلف العجل اشني كتلف العجلات والعجلة ما كتبقاش صالحة لك ما كتبقاش خدامة بحالة نقول كتتسهلك ضغياء كتلف العجلات بسرعة كبيرة ايه رغد ما تبقاش خدامة ما واحد المودة دارة ما هتبقاش خدامة يعني لك النقش ديلا ما غيبقى وش تقولي ملسى ضرورة غتحيدة ايه، لكن كتلف بطريقة اللي هي عادية لكن هنا قلت كتلف العجل بسرعة كبيرة بالزربة غا تتلف وقتاش مين تك تنفخ ديك العجلة مزيان نفختيها كتا بحال ما نفترضو عنده وحد عنده وحد القادر دياله وانت جيتين نفختيها نفختيها بزاف كتر من الجاد را غا تلفلك بالزربة تقدر تلقال لها فرقاعات تقدر تلقال حويش يقول لها الى انت عاوتين العكس ما نفختيهاش بحال ما بغان دوله واحد القادر وانتقدر تلقى واحد القادر قل منه دكش اللي عاطين لك ما يعني خليتها بقى مفشوشة كذلك عاوت درجة حتيكها ترتفع وتقدر تقدر بزفد الحويجر يعني انك شي اما عندما انت خصك لبغيتي العجلة تبقى لك مزيانة تدير مدة ديالها اللي هي طابعية وانك تدير لها اذاك الضغط ديال هادي الهوائي نديرو لها اللي مطالبين لك في الكتاب دياله في الدليل ديال السائق او في كتاب يتعليمات السائق يعني ما تزيدش عليه وما تنقش عليه دكش باش جاوبنا هنا رقم واحد وثلاثة دكش باش كتلف بسرعة يمكن لي نوقف نعم جاوب واحد لا لا جواب جوج نتوقف نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ربعة هاد المكان مكان ديال محترية التاكسيات محترية تاكسيات مبناء الوقوف والتوقف يمكن لي نوقف بحال هاد العربة بلا حاجة لإستعمال دواو النجدة نعم جواب واحد لا جواب جوج مع استعمال دواو النجدة نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة بالنسبة هنا قليل كيمكن لي نوقف فوق الراسيف ممنوع الوقوف والتوقف فوق الراسيف وفوق القنترة هنرا عندنا الراسيف وعدنا حتى القنترة مجوجهم كذلك فوق القنترة ومتحت القنترة منوع الوقوف والتوقف هناك يمكن لي نوقف بحال هاد العربة بلا حاجة لإستعمال دواو النجدة هادا كله غير رفخ باش ننفكروا واش نعم عملا اما هي في الاصل منوع الوقوف والتوقف لا في القنترة لمتحت القنترة لا فوق الراسيف منوع الوقوف والتوقف يمكن لي نتجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد انا قريب واحد للملتقى الطرق وهاد الملتقى الطرق مدعم بهاد العالمة هاد العالمة كتسمى طاريق دو اولوية انت اللي عندك الاسباقية وبنسبة للسؤال ديال التجاوز التجاوز عنده قاعدة في الملتقى الطرق الوقيتي اللي كانت عندك الاسباقية عندك الحق التجاوز لكن الوقيتي في الملتقى الطرق اللي ما كانتك عندك الاسباقية هذا بدا تهنيتي منه منوع التجاوز يعني قعدك بحّلrome منع when you stop منع Aufmer منع ذلك بين gehly إِلَ 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 إِنَ يَaf' منعbrush تُجّاوز Emmanuel إِلَ إلى أشرق الطرق ملبًا ولا تعيش إِلَ إِلَ إِلَih Dwell على الظَّر سلم إِلَ بِاللsın إِلَ إؤَ لَ إِ gilt إِLIE إِلَّ إِلَ إِلَ إِآ إِآ إِنَ إِلَّ إِشْ قَعْ teach لكن ممكن يكون لديك منتقى الطرق بهذا الشكل هذا ديال الطرق ذو أولويه أو الطول الخضر عندك الحق تجاوز غير هو غتطبق القواعد ديال تجاوز واشا الرؤية واضحة واشا يجيش يوحد موراك واش الخط ما تقطعت بزاف الحوية هنا هشوف الخط ما تقطع الرؤية واضحة ممكن تجاوز يمكنين تجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب الصحيفة السؤال هو رقم واحد لعلامة اشي هتقول هتقول من بعد خمسمائة مترو غيصبح التجاوز ممنوع المنع مش معنى العلامة هنا العلامة كتسمى منوع التجاوز بالنسبة العرباء دات محرك لكن ما قلوش الكدابة غيولي المنع من بعد خمسمائة مترو يعني انت في الحالة يمكنك تجاوز خمسمائة مترو ميدو ميدضرب خمسمائة مترو تم ما في غيولي المنع ديال التجاوز هاد العلامة دابا مبقاش علامة وضع ولا تعال ما منتقد ديمي لاش لان هاد المنع دا هاي تطبق على بوعد خمسمائة مترو دك شبه جوبنا برقم واحد من الواجب اخذ هاد الانحراف نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج العلامة شنو فيها الطريق منحرف وعطينا السهم جيت ليسر هاد العلامة مكي جبروناش هادو كلهم علامة ديالارشاد كيرشدوك يقولك هاشنو كين هاشنو كين هاشنو كين كين مكي منعوك مكي جبروك اشنو الاشياء اللي كتخلينا داخلها تشوير المؤقت اللي كتجبرني او تمنعني هو ممكن نحطه فسط منها العلامة ديالمنع او كنحطه فسط منها علامة الاجبار اما هو كشكل هاكا مستطيل وغيس فراوفي واحد الميساج وحد الرسالة لداخل فهي ما كتجبرك ما كتجمنع قلت لنا شوف راه الطريق المنحارف علي ديالناصر بغيجي تمشي تشير ما بغيش يمشي كمال طريق وشيه اخرى هادو كلهم كتسموه على مدى الارشاد ما يجبروك ما يمنعوك وقعت لي حادثة بوحدة في المنعرج غتعوضني شركة تأمين على الخصائر اللي وقعت للسيارة ديالي الى كنت كنت توفر على تأمين المسؤولية المدنية نعم جواب واحد لا جواب جوج كنت توفر على تأمين كل الاخطار نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة قبل ما نشرحوا هاد سؤال غنت تعرفوا على انواع ديالتأمين كاملين بالنسبة الانواع ديالتأمين كينة كتيرة بزاف احنا غنذكروها كاملين ان شاء الله دابا حاولوا الدلوش ورقب السيلو وشجلو هاد المعلومات كاملين الانا مهمة بزاف مهمتها انك من بعد ما تاخد البرمي اتعرف اللي عليك ولي مشي عليك اول اه هاددة دابا غنذكرو ثلاثة الانواع ديالتأمين كين تأمين الدنيوي اجباري وكين تأمين التانوي للعربة وكين تأمين التانوي للصائق ادوما ثلاثة الانواع ديالتأمين غنب دابا باللولانية ونشرحوا هاشناعية تأمين الدنيوي الاجباري اشو كيتسمى كيتسمى المسؤولية المدنية لاش كتصلاح كتصلاح الى انت كنتي غادية بالعربة ديالك اي عربة تسببتلك في حادثة انت كتتعود وكادلك الاكس لكن كنتي انت اللي مسبب في حادثة ارا ما غتتعود يعني هد من الدنيوي اللي هو كيتسمى المسؤولية المدنية كيعوض كيعوضك على الخسائر اللي كيتسبوصل لها الاخرين اما لا تسببتش في حادثة ارا ما كتتعودش نهائيا علاش تسمى هو المسؤولية المدنية جامع الاشخاص اللي كيكونوا ركبين فذك العربات كيتعاوض leurs كل شي كيتعود كننا العربات جتعاوض んغير اللي ما ديرش اللي ما مسبب في حادثة لكن العرب اللي مسبب بعد حادثة ارا ما كتتعودش لكن لكن الاشخاص اللي يراكبين كل شي كتعود جرحة قتلى كل شي كتعود واحد فيهم لي مكيتعود شكون هو السائق لي مسبب حديثة هذا السائق لي مسبب حديثة أنا ما كيتعود مازيان هذا كتسمى تأمين دنيوي اجباري و كتسمى المسؤولية المدنية على السمية وتأمين دنيوي اجباري هو اسمي هي تأمين لاصورانس التأمين دنيوي أدنى حاجة لكنها اجبارية يعني انتبه مبين ضيما لواتيك ايضا ان تبلغ تصوك ايضاً على بعض ايضاً عيشة بشهادة تأمين تإطلاق من الموقف على الرجل الشرطة او دارك بم corroم بتصوك بشهادة تأمين تقول مž ايضاً ايضاً كما تخلطي عيشة شهادة تأمين كما دعو ذلك ايضا لنقل الرجل شرطة قم يتحدث ان هذا تأمين دنياوي ولكن ايجباري سيكون في الان تابع القاملة لا تصبح شهادة تأمين انتظر هدو يتسمى المدينة الدنيا ايجباري 辛ها 5 10 10 13 14 14 في خسائر الاستيضام وفي خسائر جامع الأخطار وفي السرقة والحرق وفي كسر الزجاج وفي الدفاع المتابعة نبدأ بالولونية الخسائر الاستيضام ليش كتصلاح؟ دب انت بشتين شركات تأمين وعرضوا عليك هذا الشيء كامل وبيش تدير خسائر الاستيضام خلال عسلا ليش كتصلاح؟ كتصلاح الى العربة ديالك تصطدمت بشيء عائق لهو تابت او متحرك يعني انت استطدمتي مع اي شيء عائق ليش عائق بحال نعتك ميتر دخلتي في شيء بوتو دخلتي في شيء الشجرة دخلتي في شيء صور شيء حاجة لكن ضروري ستدير بي في بشيء انك بصح ضربت ذلك الشجرة او ضربت ذلك البوتو او ضربت ذلك الصور يقول لي كيف اش غيرا نديرها الباي في غادر مع الناس المالكين هذك البوتو بوطو شجرة شوفوا مع جماعة صور شوف مع مالك الصور يعني دروري خدسك تدير واحد للمحضر على انك افكتف مورك تجدرش هذك الحاديثة مع هذك شميتو هذا وكي تسمى خسائر استيدام هنا الشركة كتعودك وعاق لهو متحرك بحالة ما انت كنت غريف الطريق كين هذك بحالة ما لشي باش ديال اه ديال شي قهوة كي يخرج وكي يرجع ولا شي حاجة خارجة وكي تدخل وكي تخرج وانت مع دايز قاسك انا ركا تتعود هذك تسمى خسائر استيدام بالنسبة لخسائر جامع الاخطار اللي هو اللي كنشوف هنا في هات السؤال كانت توفر على تأمين كل الاخطار هنا كيف ما كانت نوانت الحاديثة ركا تتعود لكنها فيها بعد الشروط هذك متشيرون شركة امين عايش رح عليكم هذك كانت توفر على تأمين كل الاخطار هذك اي الحاديثة كيف ما بغت كنت ينتلي مخالف ماشي مخالف ضربتي ما ضربتيش مهم ركا تتعود كيف نتسارقة و الحارق ؟ لقد سرق لك العربة ديالك او تحرق لك العربة ديالك لكن انت هيا راه فيها محضر ماشيات ماشيات ماشي تقول لهم رات تحرقت ليها التونوبيل او تحرقت ليها التونوبيل تجي فيها واحد المحضر كتدير عند البوليس بالنسبة لكسر الجوجج تلكسر الجوجج بوحدهم يعني انت كتدي له واحد تأمين كتقول لهم الججج اللي تهرس ليا كان تعود اطلقى الججج بها الرسل يتتعود معنىك شو مشكي ديك ساعم الدفاع المتابعة اشنا هو هو ذاك المصاريف اللي كي طلبه اللجوء القاضاء انت في حالة لو قدر الله وقدرتي واحد حديثة شركة تأمين كتتكلف لك بالدفاع المتابعة كتكلف المصاريف دي القاضاء محامي هي كتتكلف بكل شي ت whatsoever ثلاثة تأمين التناوي للآربة بيش يسمى ولكن لا يهم شو لا يخصيح Chance تأمين التناوي لإجباري تأمين الدنيا ولإجباري ليس فقط واحد درر X الثالثة تأمين تناوي للسائق ه ثلاثت تأمين الدنيا وإجباري وتعمل التناوي للسائق الذي تدخح لخيص الانوع ثلاثت تأمين للسائق هذا لا صالح هذا هذا صالح الضامنة للسائق كانت تمكن من تعويض على الخاصائر للحقات بالسائق قلت لكم في الأول هذا كتأمين الدنيا وإجباري أنا والشاحنة اللي قدامي كان نمشيه بـ 8 كلمة في الساعة نزيد من السرعة جواب 1 نسمح لابل مورور جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هناك يقول لك أنا والشاحنة اللي قدامي كان نمشيه 8 كلمة في الساعة واشننت غا تزيد الصرعة يلي نزيد الصرعة مسافة الأمان مشعت لك اللهم ما غا تسمح بالمورور نسمح لي بالمورور هنا говорيش سؤال ما غا تحش مياة في المياة لكن تفادينا نزيدهم الصرعة علاش لأن العربة اللي قدامك مسافة الأمان ما غا تخليه ممكنش أننت تزيد الصرعة لأننا مسافة الأمان ماقعتلكش بما أنا حييدنا أنزيدهم الصرعة بقولك جواب بواحد غان شاوبوا علي نسمح ليه بالمرر غي هو كيف كنقولي ناس سؤال را ما واضحش مياه في مياه لكن كيف قنقول لكم طريقة صحيحة انك باش 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 تجاوب ايجا تلفتي بشي سؤال حيد داكشي اللي كتفهمه وخلي الباقي نزيل السرعة علاج حيدتها حيد قدامي اه انا وشي حين اللي قدامي واش كي قصدو هديك العليه الدليمن او كي قصدو القداميه لكن انا غان اما غان زيتش علاش لان مسافة الامل ما غاتبقاش لييميم كيش ينزيل السرعة حيث كانت بشي تاويه بحل بحل قل كلمشان وشي حين قدامي بحل بثمانين كروا ترس ساعة لكي غازل السرعة غاد نقرب لي مسافة اما ما مقاش انا حيدتها انا جاوب نسمح ليه بالمرر واش نسمح الممرر هذيك اللي يدي لي من او القدامي نسمح لها بمرر هذي من فهماش لكن كيف قلنا بها الطريقة دكية اننا نجاوبه هو انك حيد داكشي اللي كتعرف وخلي الباقي ريو ابقى ديالك في بعض الحالات التوفر فقط على رخصة السيقة من نوعباء كيمكني منجر مقطورة مجموعة الوزن ديالها مع الحمولة كيفوق سبعمية وخمسين كيلو جرام نعم جاوب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد هناك شي اللي غي يغلط فيه لكن احنا جاوبنا انتلقا من المدونة ديال السير نقول لك في بعض الحالات التوفر فقط على رخصة السيقة من نوعباء احنا كنعرف بللي هذيك المقطورة يلفت بمية وخمسين كيلو جرام احنا دائما كنقولها انها كتبشي مع الوزن التعقل يعني كان اما دي اما ال او د او ال او س او ال او ب دائما كتبشي بهذا الشكل هذا لكن في المدونة تصير اشنو نذكروننا إلا عندك هذي المقطورة في فيتي سبعمية وخمسين كيلو جرام تكون تبعمية او طون او تسعمية كيف ما بغى تكون ممكن انك تجرى غيب برخصة السيقة من نوعباء غي الشرط شنا هو من تشد هذيك المقطورة والعربة اللي سايقها مجوجهم ميفوتوش لك تلتلف وخمسمية كيلو جرام يعني نفتاردون اعطيك ميتر لقيتي هذي المقطورة فيها طون طون هي الف كيلو جرام وعندك العراب دية اللي تجارها فيها طون 800 يعني الف وثمئس كيلو جرام يليش الدية اجريكي طون واثме وإزداجالها طون شحاليه جوج طون وثمئمية رأى عندeraك انك تص годك برمي ببي لاش Rhys لانك انتام مفتيش 3500 كيلو جرام ليك شئ مش اقولك هنا في بعض الحالات 3500 كيلو جرام هي 3 طون ونس نك شئ بصير كل فبعض الحالات التوفر فقط لفصة السيقة من نوعباء كيمكنني مجرم قطرة مجموع الواس기� author حمولة كيفوك 750 كيلوغرام ديكشي مججوبنا نعم نعطوه مثال موضاد اخر اشنا هو؟ نفترضو عندك مقطورة فايتة 750 كيلوغرام نفترضو انها طن وعندك واحد العربة فيها جوج طن وستمية يعني هي 2600 كيلوغرام زيد على الطن ديال المقطورة اللي بتتجر شحال هي 3600 كيلوغرام هنا باشغتصوقة ما عندكش الحق تصوقة ببيرمي بي ضروري هنا ما عندكش الحق هنا غتصوقة ببيرمي بي لكن هنا كنقولو في بعض الحالات ممكن انك تصوقة ببيرمي بي غير الشرط شنه هو؟ هو تشدها ديك المقطورة وتزيد عليها العربة وتشوف الوزن الاجمالي دياله كامل إلا ما فاتلكش 3500 كيلوغرام غير جربتك البيرمي النوع بي غير ديها لكن إلا فاتتلك 3500 كيلوغرام ايو اللي بيرمي اخر بي ما خدمش يمكن لي انتبع هات الشحينة باش نتجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج جاوز صحيفة السؤال هو رقم جوج اول شي انشوفو الطبيعة ديالطريق طريق كددي ولكدو كددي باش نعرفوها كنناخدو هذه كاملة كتسمى قارع على الطريق اتشانته كاملة كتسمى قارع على الطريق كنناخدو اللخر ديال القارع على الطريق على يدنا ليسر وكنشوفو كدير خط متصل هنا تسمى طريق ودو اتجاه 2 ولكن ما لقناه على الاخه Links للقية دين الياسر ما لق المتوضوع الخط متصل بوحدو اللي كان فهم بلي الطريق دو تيجا وعني كددي وما كدجيبش وخامزين دب ها التعكي شنو كديرا كددي وكدجيب بلاش لنا الخط متقطع مجيتنا دي اللي يصر دي القارعه على الطريق فالأخر واخر هاد العربة اللي كانت كددوبل قدامنا تشحينا اللي قدامنا كددوبل علش قلنا ما انتبعوهاش كان خاف اللي يد الدوبل وتسالي عمالية تجاوز ودخل تشدلي من ديالا وانا باقي كنكمل عمية تجو ويجي شو واحد قدامي وما نلقاش كيفاش ندخل هاد اول معنى دير انا ما يمكنناش نتبعوشي عرباء لكانت تركيب وكدجيب لكن لكن الخط متاصل مجيت ليسر وكانت هات الشاحنة قدامنا وكدجاوز ممكن انتبع علاش لان ما عمرشي واحد قدامك غيشي اتضوبل هي على خاطره وانت تتابع على خاطره تتسالي عمالية تجاوز ذاك شي باش قلونا هنا يمكن انتبع هات الشاحنة باش نتجاوز قلنا لا لان الخط متقطع كنخافشي واحد يجي قدامي شريط سيارة كيزيد العمار دياله على خمس سنوات منواجب نقوم بالفحص تقني كل شهر جواب واحد ثلاثة شهر جواب جوج ستة شهر جواب ثلاثة تناشر شهر جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم ربعة بالنسبة للسيارة الى كان كيزيد العمار دياله على خمس سنين انا مش يتجد العغاية توصل لخمس سنين كيتولي عندك انت مجبر انك تجدد لرفحص تقني من العام العام اللي هي 12 شهر هات السيارة كتشير المنعرج جواب واحد كتشنين على ملتقى الطرق جواب جوج كتحد الطريق جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة للسيارة الى الحمر والبيض بحل واحد البودرة من السيمة مسبوغة بالبيض وراسها بالحمر الى اشتيها كاملة مسبوغة بالبيض وراسها بالحمر هاته تعلان على المنعرج لا تخلطوهاش مع السيارة الى اسم المدينة وكتكل فوق طريقة وطنية بوحدة لكن يدربك الى اسم المدينة الى ارقى يبقى طالعة وكلها بالبيض وراسها بالحمر تشير المنعرج لكن لا كانت مسبوغة كلها بالبيض انك الراس الحمر مكيش تشير الملتقى الطرق هاته هو الفرق بينكم دبها هاته تسمى هاته تشير المنعرج يلا سبغها كلها بالبيض تشير المنعرج كان نمشي بسرعة 120 كمط في الساعة كان حافظ على مسافة الامان كافية نعم جواب واحد جواب جوج الجواب صحيح فى السؤال هو رقم واحد بالنسبة للسرعة كان نمشي بسرعة 120 كمط في الساعة كان حافظ على مسافة الامان كان حافظ على مسافة الامان مسافة الامان كيف نحسبها كنت ناخده لعلى العشارى كيف نحيده الصفر لعلى يامين وكشي اللي بقى ليه كنضربه في الساعة اشبقى لك هنا يبقى لك 12 12 فستاش حكى تساوي 72 كيف نحسبه فى هاته الطريق كنت اخذ علي دكليمن هادك الخط للي دكليمن فيه 20 مترو وما بين الخط والخط اللي هو الفارغ كان 6 مترو بالنسبة لاش لاحظناش حمل الخط كان واحد جوج 3 ثلاثة لك يعطونا 60 والفارغ فارغ 6 سترا ايه واحد 72 وعندك واحد الفارغ اخر هنا ايه 78 وعندك واحد نص اللي هي انا وصلت الواحد كدو 80 يعني هناك كافية عنا هاد العلمة كتعلم على مراقبة السرعة نعم جواب واحد لا جواب جوج وجود رجل الامن نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد ربعة بالنسبة لالعلمة شو اسمي المراقبة بالرادار في طور تجربة لكن هاد المراقبة بالرادار هادي كتكون ذاك الرادار اللي هو فيكس ما كيكوش فيه رجال الامن هادا كي ياخدوك غير الى تعدية الصور على القصوى كي ياخدلك صورة كتجيك لمخالفة تلطع بالنسبة هادا لرجال الامن ما كيش يعني غير ذاك الرادار اللي فيكس تكشي باش جاوبنا برقم واحد ورجال الامن ما كيكونوش هي اربعة كنمشي على طريق وطنية جواب واحد على طريق سيار جواب جوج السرعة ديالي محدام فمئة وعشرين كلمة طرف الساعة جواب ثلاثة مئة كلمة طرف الساعة جواب أربعة جواب صحيفة السؤال ورقم جوج ثلاثة بالنسبة هاد طريق طريق سيار باش عرفنا بادوك العلمات اللي هم مصدورك كبار وفهم اسماء دلمدن هادي كتنين نعرفها بداية طريق سيار لعلمة اللي هاد اكتجول الارشاد بداية طريق سيار هادي كما بينا ويشنا بيناressive العلمات والذل يزرق منسبها للطريق وطنية ماش نعرفه كتكون البلاقة كاملة وفاس اسم المدينة ولكن من البيض غير هو الراس ديالي الفوقاني كيكونوشابو ديال الفوقاني كيكونو بالحمر منسبها الطريق السيارة فرحنا للصوار محددة في ميو عشين كلمة تارف الساعة لك شي باش جاوبنا برقم جوج 3 شعل الدول جادي بشحل البطارية نوقف على المصار اللي من نعم جواب واحد لا جواب جوج على المصار اللي أنا فيه نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيف هات السؤال هو رقم جوج ربعة بالنسبة لك شعل هاد الدول جادي بجير شحل البطارية شنو كيقول لي يامي كنشوف هاد شحل البطارية ما كيقولش لك البطارية فارغة لا حيث إلا كانت إلا قلنا البطارية فارغة بحالة قلت لي هاد الدول جادي باش غي شعل إلا كانت يا فارغة حيث أصلا الأضواء كمي كيشعل ببطارية يعني ماش البطارية فارغة المعنى هاد ميكتشعل لك هاد الرمز هاد في الطابلو كنفين بلي الجهاز اللي كان كيزود البطارية بالطاقة نقاطع يعني ما ما بلنقوله هاد البطارية أو الباتري ما يبقى شارجة ذاك شيري فيه غا يبقى يبقى يدوز لك واحد نص نهار أو نهار يكمل لك نهار ولكن غا يخوا يخوا لكن بما حدا هاد الرمز شعل بإن البطارية عامرة شعل الدول جادي بشحل البطارية نوقف على المسار اللي من منوه أول حاجة طريق سيار إلا ما باتلكش أنا طريق سيار اللي القدام منعرج حيث قبل منعرج ممنوع الوقوف والتوقوف فراه مخالف ومتكوره في مدونة السير على المسار اللي أنا فيه فوق قارعة الطريق ممنوع الوقوف والتوقوف يعني هاد الرمز هذا إليش تشعل غا يكمن طريقك حتى توصل عن اللي غا يصوب لك هاد المشكلة البطارية تعرف شنو فيه يمكن لي نمشي بضبابة طريق نعم جواب واحد لا جواب جوج يمكن لي نبه بالمنبه الصوتي نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ربعة بالنسبة لك يمكن لي نمشي بضبابة طريق ميمكنش لك يمشي بضبابة طريق علش لان اللي جواب فيه ضبابة وميك تكون ضبابة كنمشي كنمشي بضبابة تقابل وضبابة القدام وديل الخلف هاد اللي هو الحيدنام سؤال ثاني قليك يمكن لي نبه بالمنبه الصوتي المنبه الصوتي ما غا يفيدك فتاشي حاجة وشنو المعنى ديله انه غا تدير المنبه الصوتي في منعراش باش تعلينا التواجد ديلك انت عندك غي عرابة انا عشاء اتشد المسلك ديالك اللي يديك ليمن وغا تمشي وتكبر الدوره وغا تكمل كنقولك حالة واحدة اللي كيقدر انه ينبه من المنبه الصوتي ولديك العربة ديال وزن تاقيل اللي ميك تبغي تدورك تطرق لانها تاخد من المسلك ديال تيجال المعاكس كيديل المنبه الصوتي باش ينعي التواجد دياله و باش يردو مع البن عندك عربة صغيرة ما تسالحاش لك انك تديل المنبه الصوتي قبل الجيد انا فوضى مناسب باش نتكلم فالهاتف نعم جوابوا fixed لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هنا غفت الصورة جوج اشياء اللي منعوك انك توقف في هذه البلاسة باش تتكلم فالهاتف اني في الوضع موصيب باش تكلم في الهاتف انك هبعب هنا باعب انه شد اللي من بغي يتوقف جوج اشيء اللي غي منهوك هنا ايه اول شيء هو العلامة اللي قدامك يقول لك في القانون ممنوع على انك توقف قبل شي علامة علاش؟ لانك غتحجب الرؤية على الناس اللي موراك ما غيشوفوش هاد العلامة وما غيعرفوش هاد الاشارة اللي بغين يعلمو بها وما غيشوفاش يعني انت ممنوع توقف شما تاني حاجة هو انك منوع لانك توقف قبل المنعرج قبل المنعرج ارى مكيناش عاسي مجال ستينمترو او مكيناش ادي ستينمترو ارى غيشن كينة في العقبة قبل وبعد ستينمترو لكن بنسبة المنعرج قبل المنعرج اللي غيشتب منه مشكل اللي يتحجب الرؤية فهو في القانون ارى ممنوع وكيتسبب في المخالفة تكشي باش قلنا انا نرفو موضع مناسي باش نتكلم في الهاتف الا انا في وضع جيد باش نمشي لغرب طنجة نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نمشي لتي طوان نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة نحن نشوفه في طريق السيار وشدي اللي يمن دينا ميك تكون شدي اللي يمن دي لك عندك لحق انك تخرج من طريق السيار يعني تخرج شد دور على الجهة اللي يدي اللي يدي اللي يمن وعندك تلحق تمشي نيشان كاللاحظة باللي نمشي لغرب طنجة اللي هي نيشان ممكن تشدي اللي يديك وتمشي نيشان وباش مشي لتي طوان ممكن انا كتدور علي يديك لي من لك شي ما جوابنا بواحد ثلاثة مستوى زيت الفراميل نقص بشكل كبير يمكن يكون نتيجة ديال تقب نعم جواب واحد لا جواب جوج تلف للوحات الفراميل نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد اربعة بالنسبة المستوى زيت الفراميل زيت الفراميل يكون في الخزان لكن يبن نقص بشوية بشوية مع احد الموداء طويلة لكن ليس يقول لك مستوى زيت الفراميل مقص بشكل كبير متقدرتين اليوم قديتي واحد ما ترقيتي لقص بزاف هذا يكون نتيجة ديال الخزاء يكون فيه واحد ثقب يعني زيت الفراميل يقدر جواب واحد ثقب كي يبدأ يخرج اما تلف ديال واحد الفراميل اللي هذك سيبجي برقم واحد اربعة نتابع سل قدام نعم جواب واحد لا جواب جوج جواس حي في السؤال هو رقم جوج بالنسبة للعلمة أشتغول هيدو العلمة ده الحق الأسبقية عن التقابل ماشي دي الملتقى يا التطور هيدو العلما اللي قدامني كجقول لي يا أنا عندي حق أسبقية عن التقابل أنا عندي حق أسبقية هيدو العلمة اللي قدامنا شوفه ولحظه كديرا الزرقاء وفيها فليش بالبيض طالع وفليش بالحمر هابط تجاه المعاكس اش كيكون عندهم كيكون عندهم اه براكة حمرة ديال المنع وفيها سهم الحمر طالع الفوق وسهم هابط كحل هذك تجاه المعاكس اش هتقول لهم متل العلامة كتقول لهم ليس لكم حق الاسبقية اثناء التقابل وحنا ذب هنا عدنا حق اسبقية مزيد لكي عدنا حق اسبقية وجاوبنا من لا لاش لان هي العلامة كتقول عندي اسبقية لكي واش نتابع السيد القدم او من دامج انا خلصنا تحليل الصورة الصورة اش كتبال لي كيبالي واحد صاحب الدراجة نرياء داخل فذك نعفق اللي هو صغير يعني انا ممكنش لي ندخل عند سنة يعني انتبع السيد القدم لا لكن انا عندي اسبقية هاك الاسئلة كي نمشي تقابل مستحيل نواج بليه نرجع للخلف نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال ورقم واحد بالنسبة له التقابل التقابل هو انني كنتقابل مع احد العرب اللي قدامي عدنا جوز انواع ديه التقابل ان التقابل صعب وهدنا التقابل المستحيل نبدو بالصعب واللول اشنا هو التقابل الصعب هو انني غانتقابل مع العرب اللي قدامي لكن شرط ان واحد في نخصو يوقف بشي سهل عمل يد المرور ديه التاني التقابل الصعب يتبع الوقوف التقابل الصعب هو ان وحد في نفس ان نقي الاقضاء يوقفي كش هذه القابلة ها tutto ما نقول في التقابل الصعب اشخه كورو يوقفي الأول كلما يوقفي الأول دائمًا هي التي يوقفي هذه القاعدة لكن ما نصدق شخص يشنا هو إذا كان العرب و Ming ما نقول بل أيها المشاوط وحيد للبليسة الذي من الشيطة إذا كانت الفوسحة الذي من عندها هذا العربية تطالعة فهذا الحالة هذا العربية تطالعة هي اللي ستوقف هذا السيتناء واحد الذي كان لكننا نضروا على التقابل صعب وهو يخص واحد فينا يوقف دائما العربة التي نازلة أو هيضة هي اللي ستوقف كيفما بغي يكون الحجم من ذلك سيتناء واحد depriلنا هو لهذا العربية هل يطالعة عنده شيئا يدينئ Tempo عنده فوسحة يمين هي توقف وهو اللي هابطة هي الدوز حاولوا تهجلو هادشي دابع ندوز التقابل المساحل اشن هو التقابل المساحل؟ التقابل المسحل يجي 물 tetقابل الصعب قلنا التقابل الصعب ضروري واحد فيناك يوقف سوف يفترضو دائما اللي مرحلة دية التقابل الصعب واحد يوقف هذا كل يطالع طالع تعوصل عنده ما كنتي شي واحد غيدوز انا شنو خلنا؟ تخلنا فلقت التيتخابل المساحل والتقابل المست Wähashno tud reasoning كيتبعو الروجوع لقد خلف قالونا التقبل الصعب لأن تقبل الصعب هو أن وحد plutس님이 يقف واحد يدوذ يعني初ierung حل Style تقبل الصعب كتبهم كلمة كنت قد يقص فيها一個 قاعدة ديلا لكن التقبل المستحيل هو أنني وصلت أنا وإيك ووقفت أنا وإيك وت Terre شي واحد لا ستحدث لذا تقبل �ماسيح من relacion فيه لا 1900 هنا كنت أجاه فهي ما сделал الرجوا في الخلف القاعدة glass دائما العربة الخفيفة هي ترجع الخلف فستعط fainted كل الحجم دائما العربة الخفيفة هي ترجع الخلف كان واحد لسيتنا عود يعني إلا كانت هاد العربات اللي تقابله عندهم نفس الحجم يعني بحال بحال طنوبي لطنوبي بحال بحال هنا شو كلي خسير رجع للخلف العربة اللي هبطة هي اللي ترجع للخلف نعود تقابل مستحيل شنا هو هو واحد هو أنا دا غاد نوصل أنا إياك عندما وصله واتا واحد فينا ما غايدوس يعني هذا كي تسمى تقابل مستحيل شو غصير يدار خصير يدار رجوع للخلف الرجوع للخلف شو كلي كيرجع؟ كترجع العربة الخفيفة اللي عندها أقل حجم العربة الخفيفة هي اللي كترجع للخلف لكن إلا كانوا عندهم نفس الحجم بحال كاميو مع كاميو كار ما كار أو طنوبي مع طنوبي هنا شو كونه ولي خفيف ما كايش كيبالي يمحب كيتشابه هنا كان الرجوع الخاصية دي اللي هبط ولي خسير رجع للخلف مزين لاحظوا ما يفسوا أشقلوا أقلوا التقابل مستحيل حل التقابل مستحيل شنو كنفهمو سيجلب رجوع الحلف ربي ماشى قولك التقابل مستحيل كلم يغطي يوقف إلا راه التقابل الصعب اللي كان اذهب على الوقوف التقابل مستحيل كنا أذهب على الرجوع الخلف هاو هم قولك أنتقابل مستحيل الأتقابل مستحيل شو قل فا السؤال؟ بالواجب علي نرجع للخلف التقابل مستحيل كنو قولنا القاعدة؟ العرب منخففها تعج الجع region الخلف أنا شو سايق في الحالة؟ سايق عربة خفيفة شكونا يخطي رجع لخلف؟ العربة الخفيفة شكونا يلي خفيفة أنا وأنا تكشي باش قلنا؟ نعم حاولوا تشجلوا حاول أرجع هاد السؤال هذا ودير بوز وجبت شي كمذكيرة وجبت شي ستيلوا وكتب كتب التقابل الصعب أشنا والتقابل المستحي أشنا والخاصية أشنا والسيتنا وهاد شي خطي تحفظوا هاد العلامة الثورة تذكير كتخص علامة المنع نعم جواب واحد لا جواب جوج علامة الخطر نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة أغنهضر هنا بصفة عامة إلا ما كيكون جوج علامة وحدة فوق ما وحدة ومنحش منها كتكون علامة تكملية كنا لدينا الثلاث الأنواع دي العلامة التكملية اللي كيكونوا به هاد جوج دي العلامة دي العلامات كنا العلامة اللولة اللي قلناها يسميها تذكير إلا لقيتي تذكير تضح أراد التذكير كتخص العلامة اللولة والعلامة الثانية إلا لقيتي الفيتاة التكملية فيها أسهم إمتداد الحال لما وضع حط هناك 500 متر سإهم علماء وسإهم العلائمة هذا كان يسمى أسهم إمتداد يعني ذاك الخاطر أو هادك المنع كي يمتد على طول على مسافة على إمتداد تا هذاك الأسهم اليمتداد كتخص العلامة اللي فوق منه والعلامة اللي فوق منه أو تاني يعني مجوج لكن العلامة التكمية اللي فيها على بعد بحالة ما فترضوه برسط تذكير كحطوه لكتمها خمسمائة مترو بلا أسوم بلا أولو ايش بدنا نقوله؟ هنقوله المنع كيبدأ على بعد خمسمائة مترو لكن الخاطر ما كيتطبقش عليه يعني اذك الفيتر دي البعد كتخص صغير العلامة اللي لا تقع فيها ما كتخص اللي فوق منا نعود كين ثلاثة تذكير كتخص به مجوش لا في تديل امتدة دي طول العلامة اللي في الأسوم كتخص به مجوش لكن العلامة التكمية اللي فيها غير على بعد يعني غير رقم خمسمائة أو ثلتمائة أو مئتين فهي كتخص غير العلامة اللي لا تقع فيها واضحة الفكرة هنا قلنا تذكير دكشي ما كنا كتخص العلامات الملع وعلامات الخاطر يمكن أن توقف في هذا المكان باش نقرأ مخطط المدينة نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نسوله على الطريق ديالي نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج أربعة السؤال شو تكوية؟ يمكنني أن توقف في هذا المكان هذا المكان خاص بالحفيلات باش عرفتها في التشوير الأفق اللي على الأرض كان لديك صفار اللي دين بحث زيغزاق هذك صفار اللي دين بحث زيغزاق من بعد العلامة يمكن لي نوقف باش نزل شي حد معي نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نقوم بشيراء المحتاجات ديالي نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد أربعة من نسبة العلامة أشو سميتة ممنوع التوقوف التوقوف شنه هو ؟ هنحط طنوبيل ديالي وغنسده وغنمشي بحالي هذي كتسمى توقوف لكن الوقوف شنو كتسمى الوقوف شنه هو هنحبط شي راكب أو نطلع شي راكب عندي في الطنوبيل أو غنحبط السلع ونطلع السلع ودائما أنا بقى في العربة ديالي ما حدي أنا في العربة ديالي فهذا المرحلة كتسمى مرحلة وقوف понتوقف ان لا ندخل الوقف لا لدي مدة زمنية لا لديك س病ية ثانية وسقط تستعمل وقف لكن اذا ان تم تغ remade الوقوف ان ت ??? ما ذلك لأن الفرق تقول ان التوقف قال لك بعد العالمة يمكن ينوقف كدري على الوقوف باش ننزل شي حد مايا نعم يمكن ينوقف ننزل شي حد مايا ونمشي مزيين لكن باش نقوم بشراء المحتاجات ديالي اشنا ينشراء هو قلينا غنبط من طنوبيل وغمشي عند الخطار وغمشي عند الملحنت ونشرك المحتاجات ديالي يعني لا هذيك دخلت مرحلة ديال التوقف ديك شي باش جوبناه برقم 1 و 4 انا في وضع المناسب الى كنت غادي ناخد المخرج اللي جاي نعم جواب 1 لجواب جوج الى كنت غادي نمشي بمئة كلمات في الساعة نعم جواب 3 لجواب 4 جاوب صحيفة السؤال ورقم جوج 4 واخر احنا دبقى في طريق سيار هذي كاملة كتسمى طريق وهالطريق دو تيجاه واحد طريق كدي ما كتجيبش باش عرف نعم الخط اللي اللي يدنان اليسر ما تتعصل مزيين شا هدنا مسلك ادنا واحد جوج 3 تداد مسالك ادنا المسلك العادي إلى بسيار في كيان كيان في الليمن والمسلك الثاني والثالث عشو كيتسمى كيتسمى مسلك التجاوز يعني غيك تفوت المسلك الليه و expansion الباقي كامل يقدر يكون الثاني والثالث والرامع كلهما ده مسلك ديال تجاوز لكن هنا تقل لك انا في الوضع المناسب واش انت كتجاوز awakening انت في الوضع المناسب وشو ان في وضع المناسب انت في وضع المناسب إذا كنت تاخد المخرج اللي جاي إذا كنت أريد تكمل الطنجة أريد تشد لمن إذا كنت أريد 100 كلام متى فسع أريد تشد لمن كنت أريد 90 أريد تشد لمن كنت أريد 8 أي شيء سأريدها هو أنك أريد تشد لمن هذا المثلج مخصص العمليات لتجاوز فقط يعني لك شاذغي بياجه هذا قال لك أنه فوضع مناسب إن ما فوضع مناسب للا باش تخرج للا باش تكمل الطنجة للا باش تبقى في طريق سيار نتخلى على عملية تجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة للعلامات شنو اللي قدامنا لكن العلامة الفقانية هي تيتسرعة تمانين والعلامة التانية كتسمى ممنوع تجاوز بالنسبة للعربات الوزن التاقيل مشي العربات نقل وبضاع حكا نشوفكم vue كامية لا منع تجاوز منص علي العربات الطرن الاعرابات الطرن داخل في عربات النقل؟ داخل في هالحفيلات الشاحئنات الكوبرة الشاحئنات الصغرى كل شي يدخل فيها لكن هاد العلامة مقتعنش لا أصناف sud yours مقتعنش منصبحت العربات ب SAND اgageنما مبايكون أو حيث يكون قد تلك الشاحنة الصغيرة اللي كتسمى كاميونت رها مكتعديش متافقين انتخلى على العمليات التجاوز التشكلة تدوز دبا بيرمي بي يعني ما يمكنش تخلى عليها كمللك عمليات تجاوز مشي مشكلة تحت العلامة مكتعنيكش لكن هتا سؤالة تحت الناس اللي كي كدوزه الكاميو والكار أو الرموك هنا لا هنا يتخلى على عملية التجاوز يبتدأ من العلامة خصويتك تخلى على عملية التجاوز بالنسبة للتجاوز، كنت تذكر في الموناتقية الطرق، يمكن أن تجاوزكم أصباقية، لكن في الموناتقية الطرق يمكن أن تجاوزكم سرعة جيداً، لكن يساعدوا أن تجاوزكم سرعة عزينيها جداً، على أحد سرعه اللي هي جي كبيرة على الناس اللي قدامه و قد تجاوزهم مشي حيث كانوا وصلوا لهم و قم دهوا نجري باش ندوبلوا لا تجوش ما عندوش علاقه بالسرعه اللي ما عندوش علاقه اللي زياده في السرعه انا ممكن نعطوكم 200 ممكن أنا العرب اللي قدامك تكون غادي بالستين يك وانتا جاي مورها جاي بالثمانين يكت وصل لها غا توصل لها مزيان لكن غا نوصل لها و في نوصل الوقت انا قدر نقع ناقسم السرعه أنا غالوصلا غنتجاوزها وناقص من السرعة أنا غالنقص من السرعة إني غالنمشي بـ 80، واحد شوية غالنمت بـ 70، غالتبالي البلاكة دي الـ 60، غالنهبط السرعة وغالندوز مشي بالضرورة أن التجاوز هو زيادة في السرعة لا ما عندوتها علاقة بـ زيادة في السرعة هو تجاوز هو أنني أنا السرعة دي لكثر من السرعة دي الأخرى وكان فوتها نتابع سير القدام نعم جواب واحد لا جواب جوج يمكن لي الدور على اليسر نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة للعلم اللي قدامي دي للمنع على الشحينات ما كتعنينيش يعني ممكن تبع سير القدام العلم اللي يدير اليسر دي لعلمة الإجبار خاصة إجبار بالنسبة للشحينات يدور عليه الدوم اليسر تهيئا ما كتعنينيش يعني أنا هدو بجوجب مكنيش مشكلة ممكن تبع سير القدام ممكن ندور على اليسر السرعة محددة في 120 كم في ساعة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج واخر نشوفوا هاد العلمات مجوج العلم اللي اللي بالصفر والحمر كتقولك تحديد السرعة 100 ما تفوتش لمية واللي إحدى هادك العلمة اللي هي بيضة بو الحمر كتقولك تحديد السرعة 120 منفوتش 120 لكن عندنا هادك اللولانية كيتسمى تشوير مؤقت والثانية كيتسمى تشوير دائم رامي كيتلقاه مجوج كيتلقى تشوير دائم وكنت بغو تشوير المؤقت هيا غيب المنطق هما نفس العلامات بحال بحال احنا عارفين باللي ذوك العلامات كاملة اللي هما بويض علامات دائمة وجوا واحد شوير سبغونا بالصفر ونفس العلامات المنطق شكي يقول هادوك الصفر لاش جوا؟ الجواب يش يلغيو لك هذيك البيض وقال لك غنطبقوها هاد القاعدة واحد المدة مؤقتة وغنحيدوه وستعلم بذيك القديمة هادف حالة كي دولو لك هانتشي أشغال وشي عاجة ممكنش يحيدو البلاكة كاملة لكي يخلو تلك البلاكة اللي هي بيضلية دائمة كي يحطوهم تحدها العلامات اللي هما مؤقتة دكشي هنا السرعة فاش مدودها في الطريق محدودة في 100 كم مطرف الساعة لانه تشوير المؤقت كي يلغي تشوير دائم على بود 250 مترو يمكن لي نوقف يلقع عطب السيارة ديالي نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نتكلم في الهاتف نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد ثلاثة بالنسبة لباكة تما موقف ديال السيارات على بود 250 مترو غلقه وموقف السيارات تما لعندك شي عاطب بويتصوب العربة ديالك صوبة بويتكلف الهاتف بويتش أي حاجة دياله دياله تمي باش ندور ليسر على المدر لستعمال مؤشرة تغيير تيجاه دليمن جواب واحد نحافظ على مؤشرة تغيير تيجاه دليسر جواب جوج نبقى على هاد المسار جواب ثلاثة ناخد المسار اللي على ليمن جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة نهضر على المؤشرة تغيير تيجاه دياله واللول في المادار في المادار شاعدنا من الخرجة عدنا ربعات الخرجات اشكونا هما أولا تدخل على ليمن جواب والثانية نيشان تبشي القدام والثالثة تبشي على ليسر والرابعة تدخل على نص دوره يعني تبشي لاتدخل المادار وتدخل دوره كامله وترجع في تيجاه المعاكس لتبع فيه لانه مادرة الخرجات لك يكونوا دبع في المادار إذا انت قد önemli لو ادور على ليمن ندير مؤشرة تغيير تيجاه لانها الكلام إذا كنت قد مستهد القدام والسيراء ايك ضح ادور في المادار وصير إلى ترك القدام لا ندير مؤشرة تغيير تيجاه لا ليمن لا ليسر لان سوف ندير المؤشرة تغيير تيجاه اذا كنت قد المعاكس اذا كنا نديره على ليسر أو نست دورها كندير مؤشية تغير تجاه ال lázer يغط دور على ال lázer يغط دين سدوره كندير مؤشية تغير تجاه ال lázer لني قد السينيال ذي الإسر شي بواضح مؤشية تغير تجاه إذا برا الشباب ners اللى he let us do ェ company barbecue aдж nos misé ilith ke kir inv i ilide الجative يدع الشارع بكاته من rewards لايتصور Kellam وبعد المنسخة ينتظش لtech الجوز وفي الحوادث دائما يمكن شوفه اللي خارج من المصار دير ودخل المصار آخر وواللي كتابر مخالف مية في مية هاتشي غنشوف في دورات التكونية دي لحوادث تسير واتفهموها اكثر على هات الاسئلة الليك يحطو انهم رأس اسئلة منطقية وان اسئلة رافقين من ديل الدكا ما عليناش قلنا بنسبة الى كونت الي اندور عليم عمشي قدام كونت الي اندور على اليسر واندور نص دوره هنا قل لك باش ندور انا على اليسر المادار اشنو خسين ندير انا نقاف هاد الماسر هاد الماسر اللي عليك يديني ندور على اليسر واندور نص دوره اما اليمن ركي يديني ندور على اليمن ومشي القدام نبدل مستوى السرعة لمستوى السفر جواب واحد نخفض من مستويات السرعة جواب جوج نسعمل الكابح دي المحرك جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج وثلاثة بالنسبة احنا كنا في واحد الهبطة قبل ما نشوفو شنو هنخفضوه نخدموه في هاد الهبطة سنعرفو شنو هنوى الانواع دي الفرانات اللي عندنا عندنا ثلاثة دي الانواع كين الفران الول الفران الرئيسي اللي هو فران الرجل وعدنا الفران التالي شنو هو فران دي اليد هو اللي كاسمه فران امن وعدنا فران التالت اللي هو فران دي المحرك فران المحرك شنو هو هو اننا كندلو تغيير مستويات السرعة من الكبير الصغير اشنو كتنع الجملة كاملة هو انك انت غادي بسين كام المستوى الخامس من السرعة كتبط على المستوى الرابع تبط على المستوى الثالث تبط على المستوى الثاني او ممكن تبط على المستوى الخامس المستوى الثاني مباشرة هادي كتسمك خدمنا الفران دي المحرك سيكون المستوى الأول مستوى الأول مستوى الأول خاص لكي نقلعه الطنوبيل لكي نقوم بإمتلاقه أما لكي تخدمه كفران محرك لا يصلح هذا الشيء يجب أن ننظر عليه من بات بالنسبة لكي قلنا تلادي الفرانات التي لدينا أنت فاضلها ماذا يريد أن تخدمه؟ ماذا يريد أن تخدم فران الرجل الذي هو فران رئيسي؟ كيف ستخدمه؟ بالضغط على الفراميل مرات كثيرة متوالية لا أحضر الفران ونضغط عليه بس مرة واحدة لان أن نضغط عليه مرات كثيرة متوالية ستخدمه، نعود لأدت لأدهجها واحد ونضغط على القطار ونهزددردها حضرت هي الطريقة الصحية لكي تحطيرك على الفران اما اخيرا تضغط على الفران بسفة مرة في هذه الحالة لا لا تنسماً سنقوم بسفة مرة نضغط على الفراميل مرات كثيرة متوالية هذه هي الطريقة الصحية لكي تنقص من السرعة واخر نشوفو درنا الفرن للرجل وممكن انك تعاون بفرن ديال المحرك اتستعمل الفرن ديال المحرك والفرن المحرك شنا هو هو تغيير مستويات السرعة من الكبير لصغير يعني كنخفض من مستويات السرعة ذاك شب الجوب هنا براقب جوجد نخفض مستويات السرعة هو ذاك علبة السرعة تكتبطها من المستوى الخامس الرابع تالت التاني وانت ممكن تكتبطها في دقة واحدة وممكن تكتبطها بالترتيب هاد نخفض مستويات السرعة ديال علبة السرعة هي نستعمل كابيح ديال المحرك هو فرن الموتور كيخدم بعلبة السرعة يعني كتغبط من المستوى الخامس إلى المستوى الرابع إلى المستوى الثالث إلى المستوى الثاني ثم إذا شبه جاء رقم جوج وتلاتة عميش لا هناك مع المستوى الثالثري Mount قال لي كنبدأ المستوى السرع До المستوى 0 ما هي المستوى الصفر هو نقطة أوطأار ما هي نقطة؟ أية ب SMITH هي بوامور هذا بوامور تعاب لهازئ for 2 لا يمكنًا أنه يجعل در الإبقاء الثالث 감사 أو نقطة أو الت finish صفر الرابعة أو مسلسل الا كن وسهبطه بالمستويه اما بالتاني او التالت او الرابع مهم انت غادي او كانت تحبط في المستويات ديك شي باش جاوبنا برقم جوج ثلاثة كان نمشي بسرعة ستين كلمتر في الساعة ندامج حركة سير دابا نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لهنا هدا مثلك الانديمج وباش كنمشي بسرعة انا كنمشي بستين كلمتر في الساعة في الملايا الداخلية وحد العربة جالية مرااية وهداع العربة جالية مراية وهادئك العربة جالية مراي حيث ستتبهد بالطريق الخاصية وست sentences فإنّ اندينا هو عادي والعرب اللي جايه موريا جايه بسرعة كبيرة لانها ممكنش تكون غاديه هي بستين او قل ضروري غا تكون جايه بسبعين تمانين يعني غا نتعدر انها تدوز هي عندوز انا عكس داك شي اللي شفنا قبل هو شوف هو هاد مثلك انديماج هو عندو منهجية دي الاجابة ما شي عندو جيوب باش مبغيتي عندو منهجية وعندو وعندو واحد الرؤية بحالك نقوله تغذية بصرية انت كتتحاول بحال انت واحد السائق في العربة ديالك وبكترة انك يوميا يوميا كتلتاقت هذيك الصوار في الطريق انك كتشوي عارف خش ندخول خش ما ندخوش هادي كتحتاج واحد تغذية بصرية يعني هاد شي كتحتاج تجريبة هاد الاسئلة هنحاول هاد المسلك انديماج كاملا غنحاول نجمع شي اربعين او خمسين او ستين سؤال كلها وغندكر غير المسلك انديماج ووقتاش كندخول ووقتاش ما كندخولش اللي هو باين رابين ولكن كان بعض الاسئلة اللي كيكونوا صعب شوية انك يقدر نجواب عليهم من رأسك وهذا الشيك كيف يفتلكم هذيك يحتاج واحد تغذية بصرية ديال انك انتك تتولف بحال اللي كنقوله شي واحد السائق اللي كيقوله محترف كيقوله عارف خش غيدخل وخش ما يخدخلش يعني هذيك يحتاج واحد منهاجية وصافة ما كني قواعد لكن غالبا هاد المسلك انديماج ما كي مكي يغلب علي واحد طابع ديال واحد المنهاجية كنخدمو عليها هنا الجواب ديالنا صحيح هو رقم جوج نستعمل ضواو ديال النجدة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيح فالسؤال هو رقم واحد شنا هو ضواو النجدة؟ وب الاء المثلات اللي كيوجد لدخل العربه ديالنا وحد الرمز نبكته اoro كيم شعلي ذلك يكي شعليا مؤشرات تغيرتيجاه بربعة يعني السينات بربعة كيشعلو ديال القтовى وديالhunو ديال الجناب كل شي كي صحيح يعني السينات بربعة كيشعلو هائذ السينات بربعة وأي اخرى كان نخدموهم كان نخدموهم الاكوناعد كنت انا عندي عطب السيره ديالي يعني عندك عطب السيره ديال kun estrat ي konstful وكتستعملهم كذلك إلي كنت ينتقى خلف عربات غادية ببوطة دب هنا كنشوفوكين واحد الزحام للعربات يعني أنا غادي خلف عربات غادي ببوطة علش كنديرو علوشن هو المبدأ ديل هاد الشيطي يتيجيها بربع علش كنديرو او كنتسمى اضواء النجدة حيث انت مي كتكون جاي بحلبها تكون مية في مية طريق سيار حيث انت مي كتكون جاي في اللول جاي بواحد مية كيلو مطر أو مية وعشره غادي مزيان مي كتكون طريق طويلة وخاوية كم اكد ان السائق ما كيبقاش يشوف ديك الشوفة دي البحل في المدينة كيبقا يشوف بعينه عس هنا وعس هنا لا كيوليسا في طالق الطريق ومرة يحني عيني راسه ومرة يزراسه ومرة يحني راسه لديك تحني راسك وتزراس كتلقى راسك تضربشي واحد مية وخمسين متر مش هيت مشاتلك التنوبيل هنا اشنو قا مين تكتكون غادي في طريق سيار وكتفصل على واحد البلاسة اللي فيها السحام بسبب واحد الحاديثة الى القدام او شي حاجة غا تكون انت كتنقص بالسرعة تكدير كتفراني مي كتفراني كيبان للور ديال طويل ديال كيبانو ديال بولات الحوبر ديال الفران هدك اللي مورك غا يشوفك بزيانة غايت فراني تأوى غايت فراني مورك هدك هد فراني تأوى غايت فراني مورك لكن يوقع لك المشكل هو انك السرعة بيغطها بطر من المياه وعشرية او من المياه وغا تبقى غادي يهبط هبط هبط تقول القناة تك هبطت لثلاثين وخافت رقصية وصلنا لثلاثين لأن هذه قوة قاهرة ممكن تتبرش مخالفة للمخالفة لك كنت كانت ترك خاوي وتهبطت من السلطة لك نرمي كتكن بسبب حالي ترك يوليك شي غادي بثلاثين ممكن تتبرش منذك مخالفة بني اسمل الى انت غادي وصلتي وحدي شوية وليتي غادي يغيب 30 كلمتر في ساعة شوية وليتي غادي يغيب 35 30 20 شوية طوامية همان غاديك يزيدوا وانت تتلقى بنيت تتسسر عديك بنيت تزامن 25 30 30 شو كي يطرى هنا يا اللور ما كيشنوش هذك دواو دي الفرن انت غادي ما كتفرانيش تتلقى غاديك تتسسر عديك هش ذك لي موراك الى ما شايفش الضواء او اي اعتقد بنيت تنترق غاديك تجري بمئة كلمتر في ساعة او 120 معايها بطراسو مع القراسو وصل عندك هذا اول هدف جاء انك الى كنت يغلب خلف عرباتي غاضية ببطء من الاحسن شعر المؤشرة تتجاه بربعة باش ما تسببش لك مشكلة شيد شي كامل هو داخل في السلامة الطرقية انك كتحميل نفسك وكتحميل غير دك شيف جاوبنا انا رقم واحد نعطيه حق الاسبقية للمورور لهد ساحب الدراجة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب السعفة السؤال هو رقم واحد شي طبيعي هنا قدامك انت عندك كيف ضرورة الاسبقية لهد ساحب الدراجة غادي ممكن ينوجد اصحاب الدراجات جيين من ليسر نعم جواب واحد لا جواب جوج جايين من ليمن نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب السعفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة هو بصفة عام جامع العلامة دي الخاطر الخاطر دائما كيجي من ليمن ومن ليسر قالو رأيه چاة دراجة جايز ولداء القرى وrèsه لو ك Row اس Rudy قالو رأيه في مركز القيادة في القديم كي يتمع الشكل التالي نرقب المراية، نضبط الكرسي، ثم المسند، جواب واحد نضبط المسند، نرقب المراية، ثم الكرسي، جواب جوش نضبط الكرسي، المسند، ثم المراية، جواب ثلاثة نضبط الكرسي، نرقب المراية، ثم المسند، جواب أربعة الجروس حيفة السؤال هو رقم ثلاثة بالنسبة لنا نعرفوا هذه المستحة الكاملين نرقب المراية معروفة، نضبط الكرسية معروف المسند هو هدك التكاية دي الراس اللي كنتكاو عليها اما كتكون عندنا واحد مخيط دي صغيرة او هدك التكاية اللي كتكون عندنا ممكن طلعا ممكن بطعا ممكن ميلها هديك هولي كتسمى المسند هنا لاحظوا معي يليش راسك تلفتي فاد المصطلحات كاملين لاحظ معي الشي اللي رقبتي للمراية هي اللولة وعاد بديتي كدك ححز في الكرسي الدهود مشاهدت لك المراية يلان تام عاو تاني في السؤال التاني جاو تاني قلك نضبط المسند نرقب مرايق وعاد الكورسي مشاهدت لك المراية يالينك الجوج مشاهدوه او ما حيدتم بقول الي ان ضبط الكورسي اول حاجه كذلك هاو ضبط الكورسي هاتلك الكورسي هولي كيمشى القدام وكي يجي هاو بقول اليك هاتة واربع نضبط الكورسي انجين قرنة الاخريين انا قاعدت لك واش تضرب المسند ونحي الترقب على المراية الشي المسند الي ر بديتيه unya قاعدت الي اردتي للي رقب توحي وعاد مشي möjставляب pandدة Luxiq izaka L achoس كار bay وتقادل مسندية لك تقادل بزياد تشوف فيقة تحت راسك بزياد هتقادل براية يعني جواب صحيح هو رقم 3 حركة تصير فترة ستصبح في اتجاهين ابتداء من العلمة جواب 1 على بوت 50 متر جواب جوج على بوت 150 متر جواب 3 جواب صحيح في السؤال هو رقم 1 بالنسبة كيف كان عرفوا حنا يا العلمات الخاطر كاملين كيتطبقوا على بوت 50 متر داخل المدينة و 150 متر خارج المدينة لكن بسيتنا هد العلمة اللي دي السير فتجاهين فهي تطبق فورا ابتداء من العلمة غتلقى حركة السير فتجاهين نكشي بجوابنا برقم 1 غدي ندور على اليسر نعطيح أسبقية السير الخضرة نعم جواب 1 لا جواب جوج نعطيح حق الأسبقية السير الكحلى نعم جواب 3 لا جواب 4 جواب صحيف السؤال هو رقم 1 4 بنسبة احنا غنظر علي دينا اليسر إلا درنا علي دينا اليسر هذيك العربة الخضرة غتش هي عليها دينا ليمن يعني أسبقية لليامين هذي حينا نعطيح أسبقية السير الخضرة جوابنا بنعم لكن السير الكحلى شنو عنده عنده متلات مقلوب راوكي باليمن هنا مقلوب و متلات المقلوب هذيك يتسمى إعطاء حق الأسبقية و في نفس الوقت كنشوف تشوير الأفقي هذوك الخطوطة اللي كيكونون متقطعين دير هذيك المتلات المقلوب يعني هي خصصت عطاء الأسبقية لليامين و اليسر بما فيه أنا و اليسر يعني نعطيح أسبقية السير الكحلى إلا نكشي بجوابنا برقم 1 or 4 يمكن لي أنتجاوز العربة إلا كنتغاد حقال بو مززيق نعم جواب واحد لا جواب جوج هي اليكون هذيك غنكمل السير على هذيك التريقة السير نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة الجواب صحيحة السؤال هو رقم جوج ثلاثة و خانشوف هو السؤال الول و المو الأول السؤال هي يمكن لي أنتجاوز العربة إلا كنتغاد بو مززيق بو مززيق في over نخرج من الطريق السيار عليها دينا ليمن هذا الخارج حالي بقى عمل مترو بقيت لها مئتين متر اللي كنا في العلامة مئتين مترو بقيت لنا باش نخرجه باش نشده طريق البوزنيقة في طريق السيار إلا باش يتجاوز قد تحتاج مئتين وخمس وعشرين متر باش تجاوز طريق السيار هنا عدنا مئتين متر يعني ما عندكش الحق تجاوز لكنتك غادي البوزنيقة حيش إلا تجاوزي اتلقى راسك ما كافيكش المسافة باش هتدخلك البوزنيقة هتطر انك تكمل السيار القدام هادي اللولا هادي عرفنا انه في الطريق السيار بحتاجين باش نتجاوزه اي عربة كنحتاجه واحد مئتين وخمس وعشرين متر نمشي والتانية قالك إلا كنت غادي غا نكمل السيار على الطريق السيار يعني ننكمله نيشان طريق هادي بغاي مشو الدار بيدا نيشان هادي كنكمله الطريق السيار فهد الحالة اش نعيدنا هادي الطريق دو تيجاو واحد كي اعرفتها الخط اللي علي ديك الليسر متاصل الخط اللي علي ديك الليسر في الشنطي متاصل كنفهم بلي طريق دو تيجاو واحد تركها دي ما كتجيبش ما عندك ش مشكلة كانت ش عربة قدامك بغا تجاوز غي تبعها كان من عراج غي يضوبل كانت العقباء غي يضوبل كانت شتاو الضبابة و الثلج مش مشكل غي يضوبل حالة واحدة لما تقدر شتبع العربة إذا شفتها في المراية الداخلية أو المراية الجانبية دي الليسر كانت واحد العربة من موراك جاية فهذا الحالة فهذا الصورة ما بيني ما دخلناش في المشاكي دي العربة اللي مورانا هنا قلك إلي كنت نكمل السن قدام نقوله نعم لك شباش نجاوز هنا يا ورقم جوج و ثلاثة باش نتجاوز أصحاب الدراجات يمكن لي نترك مسافة آمن جانبية مكتقلش على نص مترو جواب واحد مترو جواب جوج مترو ونص جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لتجاوز أصحاب الدراجات بحل الدراجات بحل الرجيني إلا غن تجاوزهم داخل تجمع السكني ما كنقولوش داخل المدينة أو خارج المدينة لا داخل تجمع السكني شنوه تجمع داخل تجمع السكني واحد عبارة عن واحد مجموعة ديال تديرو خيكون اجر ديور ولا دارتما ركي تسمى تجمع السكني داخل تجمع السكني كنخليهم مترو إلا غن تجاوز أصحاب الدراجات أو الرجينين إلا غن تجاوز هاد أصحاب الدراجات خارج تجمع السكني كنخليهم مترو ونص لكن أثناء التقابل إلا غن تقابل معهم كنخلي جوج مترو يا داخل تجمع السكني يا خارج تجمع السكني رعدنا التجاوز وعدنا التقابل في التجاوز إلا بغيت نتجاوز داخل تجمع السكني كنخلي بيني وبينهم مترو إذا كنت ستجاوز خارج تجمو الساكني نجعل بينا وبينهم متر ونص إذا كنت ستقابل أنوية مني ستقابل أنوية ليس ستجاوز نجمو راهم ونضبلهم ستقابل أنويةهم إيا داخل تجمو الساكني أو خارج تجمو الساكني ستجعل وجوج متر مزيئ عندي واحد ملاحظة فات السؤال هذا دم هنا نجاوب دينا شنا هو أننا ستجاوزه نشوف نتجمو الساكني نشوف طيوره العمارات أنا نجعله مترو هذا ما ستجعله لكن كنت أكد إذا ما ركزتش في يوم متيحان بطريقة غير مباشرة وين في السنين ستجاوز بهذه الطريقة حيث لا تسمع أنت مترو لديه نجيلك يمشي رقم واحد مباشرة كنت أكد أن أقدر تجاوزه برقم واحد مترو أتأكد فين كين مترو كين في رقم جوج هذا شيء بحل اللي كنت سرحت لكم كين في الواتعيق لا يمكن أن يجعل ورقة واحدة والورقة واحدة كتلقها في رقم جوج رابع لما كتشاركت وقد تجاوز على أرقام بحل بها هنا مترو قد تجاوز على رقم واحد غير هذه من باب الملاحظة كي تحفين الناس بزاف وكي وكي يجيه دول اللي كتسم السهل الموم يعني كيبال لك السؤال سهل وانت كتجاوز بطريقة ماشي صحيحة هاد العلامة كتلعن على خطر وجود حيوانات أليفة جواب واحد حيوانات متوحشة جواب جوج هاد العلامة كتشير الى وجود خطر على بود الفين مترو جواب ثلاثة امتداد الخطر على مسافة الفين مترو جواب أربعة جواب صحيفة السؤال ورقم جوج أربعة بالنسبة للعلامة كتشير الوجود حيوانات متوحشة أما الحيوانات الأليفة يلي كتكون مرسومة فيها البقرة هذيك حيوانات أليفة وبنسبة للتحت كين الأسهم وفص منهم كين ألفين متر هذيك تسموه أسهم الامتداد ينا نقول امتداد الخطر احنا كنقول دائما الامتداد شنو كيتبهوا في المصطلحات كيتبهوا على مسافة على طول على امتداد لك شي باش جوابنا برقم أربعة امتداد الخطر على مسافة الفين مترو لكن هذيك السؤال لجواب ثلاثة لقي وجود الخطر على بود الفين مترو الشي كون ما دروش لذيك الأسهم كنت نجواب بذيك رقم ثلاثة ونحيض الرابعة لكن بما أنه ممكن أسهمتك أسهم اللي امتداد لذيك شي باش جوابنا برقم جوج أربعة هذي العلامة كتعنيني إلا كانت تقسم زيان نعم جواب واحد لا جواب جوج إلا كانت شتا نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد ثلاثة بنسبة للعلامة قالك وش كتعنيك هذا العلامة للخطر كاملين راكي يعني هنا يعني هذي العلامة موش كتعنيني كانت تقسم زيان راكي تعنيني كانت شتا كانت ضبابة اللي بغا تكون تكون هذي شو كتسم خطر الإنزلاق يشتا في الأرض الناشفة راعدنك خطر الإنزلاق هذيك شي باش جوابنا برقم واحد وثلاثة يمكن لي نتجوز العربة إلا خديط المصار الموجود على اليسر نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال ورقم جوج بالنسبة احنا شام مسلك عدنا في كين العربة دي كين مسلك واحد هنزيد واحد شوية كالقو مسلك الديالي اللي أنا غادي فيه وكين مسلك على يدك اللي يسر هذيك المسلك على يدك اللي يسر شو كيتسمى مسلك التخزين باش كنعرفوه مسلك التخزين يا إما كيكون قبل منه واحد جزء اللي هو مخطط في الأرض يا الطريطوار يا جزء مخطط كيكونوا في الأرض في وسط الشانطي ولكن عدنا بحل الزيبرة كيكونوا مخططين تماماية أو كيكون تخزين طريطوار داب هنا دلونا طريطوار ولكن خرجونا واحد لمسلك مور طريطوار أو مور هذيك اللي قلنا الخطط اللي كتكون بحل شكل الزيبرة كتكون في الأرض هذيك هذيك تمام مسلك التخزين هناك تخبوه فيه باش أننا نقدر ندور على لازر بلا ما ندور شيء مشكل باش ما يجيش واحد مور أنا جايب بسرعة ويجي يدخل فينا حيث نقف هنا باش ندور على اللازر وهذا المسلك التخزين يكون دائما مخصص غير اللي بغير يدور على اللازر ولو يكون الفلاش ولو لعلامة هنا الإجبار دائما ستدور على اللازر إما ستجدها إذا كنت تدور على اللازر وتكمل ترقص القدام هم السؤال يمكن أن نجاوز العرب إلي إخذة المسار الموجود على اللازر نجاوب الله نحن لغان ناخده المسار اللي موجود على اللازر باش ندور على اللازر مشي باش نجاوز يمكن ينتوقف في هذا المكان باش نشوف الخريطة الطرقية نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نجاوز على الهاتف نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة نجاوز صحيفة السؤال هو رقم جوج ربعة هنجو يمكن أن توقف قلنا من يمكن أن نوقف لن توقف لكن هذا مربعات فيهم البيض والحمر مشي بحال الرأس يفلي يكون بحال يسمى مسلك استعجالي هذه المربعات التي تلقوهم في الأرض يسمى مسلك استعجالي للصالح صالح بنسبة العربة الوزن التاقيل يلمش لها الفراميل وهي هبط هذي يلمش لها الفراميل يعني السائق حط رجع للفران ومالقاش يعني يامي فراني حيط جميع العربة الوزن التاقيل كيفراني وبالريح يعني بالريح وميك تفراني كيبقى يشد لك الفران مشاولك هذك الريح ما بقاش لك ما تلقى متفراني من البعيد كيبالي هذي المربعات لهم البيض الحمر كيطر لأنه يدوز فوسط هذي المسلك استعجالي ميك يدوز فوق منه من مورا كتكون غير رملة هنا العربة الوزن التاقيل ميك رسمية لكن الرصيف ليم سبغ البيض الحمر ما نذكر نيائيا في الجهز الرسمية لكن ضمن القواعد كان خدموا أن الرصيف ليم سبغ البيض الحمر ممنوع الوقوف والتوقف وهذا كذلك تهور ممنوع الوقوف والتوقف فيه يمكن أن نتجاوز في هذا المنعراج نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة هنا كنشوف قدامي واحد طريق دو تجاه واحد ما نقول لكم طريق سيار لأن ما باتليت شي على مازلق باش نقول طريق سيار لكن هذي كتسمى طريق دو تجاه واحد باش عرفتها لأخر شانطي كان ختم التعاصل هنا كنا نفهم بلا طريق دو وليس تجيب مزيان فهذا طريق دو وليس مزيان 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 ما هو المبدأ في التجاوز في مزيان كان خاف لا يأتي واحد قدامي نقول أنا بغير نتجاوز وهذا المسلك يستطيع يأخذ واحد قدامي إذا خرج هنا لا يستطيع هذا طريق من شيء واحد جاي قدامي علاش لأن عداج مسالك ولو مون عراج هتك يبقى في مسلك ديال ليمن وانا في مسلك ديال ليس مزيان لكن هنا عجل جوبت أنا بالله حيش لاش تشاهد في المرايا الداخلية ستبال لدي ديال في المسلك الثاني ستبال لدي لدي ديال العربة انها تجاوز وفي هذا الحال انت ممكن لك تجاوز أنا ماشي على ود المرايا الداخلية كينا واحد العربة ماشي من مرايا مباشرة على يد لأسر ستبال لك لاخر الطنوبيل الشيكو بنت لغير الطنوبيل المرايا كنت ممكن تجاوز حيش ما بدي لاش على مؤشر تجاوز تجاوز لكن هنا واحد تانية مستعملة مسلك تانية ومسلك تجاوز هي بغى تجاوز فهذه الحالة منها تجاوز نخلي العربة الصفرة تدوز نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيف السؤال ورقم جوج بالنسبة هذة العربة الصفرة خارجة لقارعة الطريق يلا هي بغى تندمج بغى تدخل يلا دير مؤشر تغيط تيجاد لتدخل للطريق هنا لا يوجد ضرور أن نخلي العربة الصفرة تدوز لا يعني هنا لا خلي كل مرة فيما تبال لك شو واحد بغى ندخل هنا ندخل في مخالفة العربة لا تصير يعني هنا في الجواب كان صحيح ورقم جوج يمكن لين تجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيف السؤال ورقم واحد كاللاحظ قدامي هالطريق كين تلديد المسالك كين مثلك اللو اللي في انا وكين مثلك الثاني اللي بينو في اسوم نحيز لكن اسوم نحيز مش ديون نحنا ديون العربة اللي جين قدامنا وكاللاحظ كذلك ما كين الشي عرب شعلم مؤشر تغير تجاه ديال اللي يصر ادو كين تستعمل هذك المسالك اللي الواسط باش نتجاوز جواب صحيح ورقم واحد كتتوجد القوة النبيدة في لمون عراج على اليمين جواب واحد في لمون عراج على ليصر جواب جوج كتتتجفع بالعربة لداخل لمون عراج جواب ثلاثة الخارج لمون عراج جواب ربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد جوج ربعة بالنسبة هات القوة النبيدة دائما كتتواجد في المون عراج يعلي من يعلي لاسر دكشي قبل المون عراج كنقولو كنقصو من السرعة علاش باش كنتفاذا انني هات القوة النبيدة لا تجرني وهات القوة النبيدة في كتجر كتجر دائما خارج المون عراج تبنت غادي في الطريق وكين المون عراج لا يدك لسر وبقيت غادي كتجر كم اكدي لما الى هذه القوة النبيدة تعداد القوة الأخرى التي كنا قوة الجاذبية وشين باش ندخل في التفاصيل في كل شي الى هات القوة النبيدة تعداد القوة الأخرى اشكي وقع العربة ديك كتلاح الخارج ما انت غادي على لسر غادي تلاح سؤال هدا سوف نزيد ونشرح سوف يصلح بالنسبة للناس الذين يدوزوا رخصة السياقة الوزن التاقل وكذلك الناس الذين يدوزوا رخصة السياقة ديال الدراجة الدراجة النارية هدا سؤال هدا سوف يتحد القوة النبيدة غالبا هدا القوة النبيدة شن هو العوام اللي تغير تغير الكتلة وكتغير السرعة وكيغير الشعع الشعع ديال المون عراج هو العامل حساب يشن هو القوة النبيدة اش كتساوي كتساوي الكتلة هندربوها في مربع السرعة وهنقسمها على الشعع ديال شعع ديال المون عراج يلا اتقلولك العوام اللي كتغير القوة نبيدة شن هي هو الكتلة لاماس الكتلة يعني الكتلة العربة الوزن وزن العربة فاش غير مربع السرعة مربع السرعة مربع هاي السرعة اللي بحالة نفترضو 80 يعني مربع السرعة يعني 80 وكيغير الكتلة ديال العربة ديال يعني إلا سمعتين اقللك القوة النبيدة تغير لحسب مضاعف السرعة لا حيشنة وا مضاعف السرعة الفرق ما بين مضاعف السرعة ومربع السرعة مشنة هو مضاعف السرعة في حالة عندما ييضي هاي هاي مربع السرعة مربع سرعة مربع عمير يمكن مربع السرعة يمكن اتضرب كإيضان سرعة مربع اه مضاعف السرعة هو انك تمانين سيتضرب . المتفقين بالنسبة لا استخدام القوة البحرية ما بتغيير الحسب الكتلة vegكو وفكره circus احسان ي extreme ولا تغيير العاملية السرعة والحسب كذلك كتغير على حسب الشعاع المنعرش الريم يعني العملية حسابية شنا هي حاولت شجلها القوة النبيدة كتساوي الكتلة مضروبة في مربع الصرعة مقصومة على الشعاع الشعاع كتقصدو بالشعاع ديال المنعرش نزيد من الصرعة جواب واحد نقص من الصرعة وندوس جواب جوش ننبه بالمنبه الصوتي جواب ثلاثة نوقف جواب ربعة جواب صحيح في السؤال هو رقم ربعة بالنسبة حالة الأسئلة إليك تروع لك وضغطي ومعرفتي ما تدير نخدمه ديك الطريقة اللي قلت لكم أنك حييد ديك شي اللي كتعرف ويبقى لك لك الأرقام قلال تقدر تجاوب بطريقة صحيحة واخر نشوفه نزيد من الصرعة نزيد من الصرعة هذا مستبعد لأنك أنت واحد ملتقى الطرق وحدة واحد ممار رجلين هي مستبعد نحييدوها ننبه بننبه الصوتي مستبعد لأنك داخل المدينة وحدك قدام الراجلين مستبعد أنك تدير منبه الصوتي حييدنا أشي بقاليا بقاليا نقسم الصرعة وندوس ونوقف نحن عارفة القاعدة إلى الراجل حاطة رجل على ممار رجلين أش كان نديرو كنوقف دكشي باش جواب رقم 4 يمكن لي نوقف على طول الرصيف باش نسول هاد راجلين على الطريق ديالي نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحي في السؤال هو رقم جوج هنا بنسبة للجوج أشياء اللي كمينا هنا أننا نوقفه هنا أول شيء هو القنترة وثاني شيء هو الطريطور اللي يمسواه بالبيض والحمر ممنوع الوقوف والتوقف والقنترة تهيه فوق القنترة ومن تحت القنترة رغم منوع الوقوف والتوقف كذلك عندك غيمس لك واحد وعندك ختم التاصل تهيه منوع الوقوف والتوقف لماذا؟ لأنك لا توقفتي أوقفتي غدير عرقلات السير الناس يجيين مورك تهديرك تدخل من ضمن المخالفات اللي كتكون عرقلتي السير دكشي باش جوابنا هنا برقم جوج الأضواء المعين عليها مؤقتة جواب واحد دائمة جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة للأضواء المعين عليها نشكي هدروك يهدرو على العلامة اللولانية والعلامة اللولانية كذلك عندنا علامة صفرة يعني كنقوله علامة مؤقتة والعلامة الدائمة شكونا هما موليك يكونوا بالبيض بالنسبة للعلامة تكون لهم بالبيض اللي يحافظين جميع العلامات هادوك علامة دائمة والصفر كامل مؤقت باستثناء التراتور اللي مصبعه بالصفر هادك ماشي مؤقت دائم والمحطة دي الحفيلات اللي فيها زيك زاق بصفر هادك ماشي مؤقت هادك دائمة هادو موجوج للسيتناء اللي كيف تشوير كامل بصيفة عامة كل شي مؤقت عايتشوف صفر عرف دك شيره مؤقت إلا التراتور اللي مصبعه بالصفر ومحطة دي الحفيلات اللي كتكون فيها زيك زاق بصفر هادك ماشي مؤقت دائم يمكن لي الوقوف قبل اللافيتة جواب واحد بعد اللافيتة جواب جوج يمكن لي التوقوف قبل اللافيتة جواب ثلاثة بعد اللافيتة جواب ربعة جواب صحي في السؤال هو رقم واحد جوج بالنسبة لعلامة شو اسميته اسميته ممنوع التوقوف لكن الوقوف هي يكون سموح به العلامة التكملية اللي عدنا التحت كاللاحظة باللي ينسههم الفوق و السهم التحت اش كتوانا هاد العلامة ممنوع التوقوف قبل وبعد العلامة و نصول هي العلامة قتسمى تذكير مثول ممنوع التوقوف قبل وبعد قتسمى تذكير علاش Queensland لأنك قبل منها ارا كانت عندك ممنوع توقف بعد العالمة كيكون ساهم هادي طالع الفوق نفسها منelet منوع توقف �كيكون قبل من هاساساس طالع الفوق هذيك ش كتسمى ممنوع التوقف بعد العالمة وكتسمى أو ثاني بداية منог التوقف كانوا قالوا هاديجين جايين جايين في طرقปك الموصلوا لهذي الا كانت طراق طويلة في هالمنوع التوقف طويل كيجي وحطرو إنه هاذ العالمة هذيك كتسمتها ايه منوع التوقف كيدر avere الساهم odc provكيش كيقول أنه منوئا توقف قبل وبد كان تسمى التذكير منع التوقف كان من أمنع التوقف و كان السهم من الفوق فتاة العلماء اتلأوا فقط أشغل القاوه وعتين الموراء وفتتعوا علامة منع التوقف لكن أتلأ الشهم مغلق الدخول هذا كيف كاتسمى من منع التوقف قبل العلمة و في نص الوقت كاتسمى نهاية منع التوقف هنا لاذا اجوبنا بشكل أوه؟ حيث هذه العلماء تمنع التوقف لكن قلنا المنع يمكن لكي الوقوف ممكن لك الوقوف قبل و بعد ماشي مشكي لكن توقف منه قبل و بعدك شي باش باش جاوب لاش بثلاثة و الربعة اللي هي عادة كل شي كي يجاوب اللولاني يجاوب لاش بثلاثة و راقم و ثلاثة راقم تفهد الحالة را ممكن السؤال الثاني ممكن ما تجاوبش اللي انهائيا منين تواجد في مكان حادثة نحيدلو الخوضة جواب واحد نعطيه شوية دلمة جواب جوج نطلب الإغاثة جواب ثلاثة نتكلم معه باش نطمئنه جواب ربعة الجواب صحيح في السؤال و رقم ثلاثة ربعة بالنسبة انت ما تكون قدم واحد الحادثة وتكون انت اول واحد لحضرتين الحادثة ضروري انك كتلبه الإغاثة و نتكلم معه باش نطمئنه اما من ضمن القواعد انك يلقتي موصب ديال دراجة و عنده الخوضة ما كنحيدوهش لي و في نص الوقت الموصب ما كنعطيوش للمة يعني فيما تسمع ان الموصب نعطيوش شوية للمة ما كنجوبوش عليها و ما تسمع ان الموصب ديال دراجة نارية ما كنحيدوش ما كنكون ديال خوضة ما كنحيداش لي باش نتوقف على شرية الوقوف السعجالي انا في وضع المناسب باش نقرأ خارطة طرقية نعم جواب واحد لا جواب جوج الى وقع توقف في العجلة نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة لك باش نتوقف علي شرية الوقوف السعجالي هاد شرية الوقوف السعجالة فيك لقاو لقاو في طريق السيار و احنا بنضم القاو و ايش كي قلنا في شرية الوقوف السعجالي ليت في طريق السيار ممنوع الوقوف والتوقف الا فحالة واحدة هو انك منكن يكون انك عاطب و كينا واحد الحالة التانية اللي ما كنلقهاش في جميع الاسئلة هو أن السائق الي حس بدوار يعني رجاثوه الضوخة و مقادرش يصوق مش باش يوقف يرتاح مش أنه وصيك ساعتين لا هو جسد ضوخة ما قادرش أنه يكمل ولكن هذا شي مستبعد في هذه الأسئلة كاملة اللي كنشوف ما محطوط هالشي لكن اللي تفهمه وأنك ممنوع الوقوف في التوقف إلا في حال وحدة إلا كان عندك عطاب بالنسبة لك أنا فوضى مناسب باش نقرأ خارطة طرقية لا ماشي عطاب هذا وقع توقف العجل هذا كنتسمى عطاب يعني ممكن يمكن لي ينتابع السير في طرق قدامي نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لعلمة اللي كنشوف قدامي كنتسمى ممنوع مرور العربات نقل البضائع عندك لدوز بيرمي بي يمكن لي ينتابع السير في طرق قدامي هاد العلمة مكتعنيكش يعني نعم ممكن تكمل السير في طرق قدامك من بعد العلمة يمكن لي نوقف نعم جواب واحد لا جواب جوج نتوقف نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة العلمة اسم يسمى منوع الوقوف والتوقوف من بعد العلمة رام منوع لك لن توقف لن توقف تكش بيش جوابنا رقم جوج واربعة نشعل أضواء النجدة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لأضواء النجدة شنا هما؟ السينيالات بربعة اللي كل شعله في الطرنوبيل يعني قدام كي تشعله جوج واللور كي شعله جوج واربعة الوامد السينيال هو الوامد يعني بربعة كيشش اضواء النجدة وكي شعله بواحد المثلات كي يكون في الطرنوبيل كان لديك المثللات التنوبيل كاملة بربعة المؤشرات تغيير تجاه بربعة كيشاله لكن لدينا واحد القاعدة تجولك أضواء النجدة وكذلك نخدمهم نخدمهم بحالتي الحالة الأولى هو من يكون أنك شي عطب من يكون أنك شي عطب العربية تجولك أضواء النجدة والحالة الثانية هو أنك من تكون خلف عربات غادية ببوطة تحاول تخدم هذه الأضواء النجدة بحالة بلاحد ما هنا يعني كيبالي واحد الاكتداد للعربات وانتا عربات غادية ببوطة هنا في هذا الحالة يجب أن نخدمه أضواء النجدة نعطيكم نقرب لكم مثل مزيان باش تفهموا نفترض أننا في طريق سيار وانتاك بحالة طريق سيار واخرنا ما بينشنا البلايك ممكن نعتبرها طريق سيار طريق سيار ونحن كمشوف طريق سيار مية مية وعشرين ومية وعشراء كنمشيو بقيه انتا غادي كتجري احد شوي اه جيته بمورها ونجد انتا اخر واحد جيته ونقسم السرعة ونقسم السرعة وشوي بقيه انت غادي بدوزية انت غادي بدوزية وشنغ نغادير اتبقى غادي وكتكتكسيرين لا يحطش لك على الفرن الشي العربات اللي اتفي منه ما يبرح لهم تضودي السطوب من اللور انتا العربات اللي اتفي من اللور ما يبرح لك انك تفراني تحت غادية بشوية العربات اللي يجين مورك بلما يشعروا يقدروا تيوصلوا عندك ويدخلوا فيك علاش لأنه مولفين عادة زل أنه نحن في طريق سيارة يعني في الطرقات بات الشكلة ده كمشوا ونجرب شوية يعني ما كتكونش تل تركيزين لأنك العربة قدامك وما كيكوش باش بحال الشكل دلمدينة نكشي باش يقولك في القواعين أنك ما تكون خلف عربات غادية ببطء شغل مؤشر شغل أضواء النجدة المؤشرات تغير تجاه بربعة باش السائخ لكيكون مورك كتير انتيبه ديالو كيقول هاد العربات بما أنه مش عالين مؤشرات تغير تيجاه بربعة إنه كين غريب شوية عنده مش مشكلة قدامهم ديكشي باش جوابنا برقم واحد هالطريق ممنوع على الشحينات جواب واحد الجرارات جواب جوج الدراجات جواب ثلاثة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة للعلمة الفقنية اسميتها ممنوع الموروح على الجرار العلمة اللي مشتمنها ممنوع الموروح على جاميع أنواع الدراجات يعني ما كنا نلقاه غير دراجة هوائية مرسومة كنا نقصدو بها جاميع ممنوع الموروح على جاميع أنواع الدراجات بدون سيدنا ما كنا ندرش على الدراجات النارية السريعة اللي مرخصة لها بروقصة السياقة هذه ما كنا ندرش عليهم بالنسبة للتحتانية كنا تسمى ممنوع الموروح على الدراجات النارية يعني ممكن إذا لقيت غير ممنوع الموروح على الدراجات النارية ممكن الدراجة الهوائية يدوزو فيها الطريق لكن ما كتكون دراجة هوائية كنا نقصدو بها ممنوع الموروح على جاميع أنواع الدراجات ضواو اللي كيضوه على بعد 100 مترو على الاقل هي ضواو الوضع جواب 1 ضواو التقابل جواب جوج ضواو ضواب القدام جواب 3 ضواو الطريق جواب 4 جواب صحيفة السؤال هو رقم 4 بالنسبة لضواو الطريق كيضوه على بعد 100 مترو حاول تشجلوها تشجść بشي مذكيرة ضواو الطريق كيضوه على بعد 100 مترو الضواء التقابل يضوي على بعد 30 متر الضواء الوضع و الضواء الضواء القدم يضوي على نفسهم الضواء الترق يضوي على بعد 100 متر الضواء التقابل يضوي على بعد 30 متر الضواء الوضع و الضواء الضواء القدم يضوي على نفسهم يمكن للحفاظ على الضواء الضواء القدم مشعولة التقابل مع عربة نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نتبع عربة نعم جواب ثلاثة لجواب ren تلاته بالساد والنسبة لجواب ندير والضبابة عندما نخدمه المر الحقيقي والضبابة الدخلف يعني هنا مع ضبابة ليس هنا العلاقة من وان الارباء لسبب اهما عندما نبEl وأنه عندنا معان معرباتwu معاربة طفل بالوجه واشل جو كين دبابة انخدام الضودي للدبابة للخدام سواء كنت غنتبع عرابة سواء كنت انتقابل معاشي عرابة يعني بحل بحل ديك شباش جوبنا برقم واحد وثلاثة نجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة هنا ملتقة الطرق وهذا ملتقة الطرق مندعم بواحد العلامة اللي علينا ليمن عن ذلك العربة اللي علينا ليمن عنده مت adolesة حيث نفهم باذاك العربة هي دعنا أسبقية عرقنا لليئين ولياسع يعني اينا نظام على جينا في اليساد و أسم قد عإنها أسبقية في الظوّذ كنت قاعدة في التجاوز بالنسبة للمنتقات الطرق إذا لنت لديك أسبقية يا المورور عندك الحق التجاوز لكن لما لديكj أسبقية يا المورور منعلك و لك التجاوز هذا الحالة عندي أسبقية يا المورور باش عبلاه حيث لividualيت حيث ينعن بتلك Number 3 مقلوب لا يكون مقلوبة على يديني من أولئي الاسر بشكل تلقائي أنا كتكون يتريق دو أولوية يعني كنا العلامة إما هتكون قبل الطنوبي مدرقة بالطنوبي قبل أما هاكا القاعدة كتبشي إلا كانت عليك كلي من أولي الاسر أمو ثلاثة مقلوبة لإعطاء حق الأسبقية أنا غتكون عندي تريق دو أولوية أي تريق دو أولوية كيف نقولنا؟ إلا نتجاوز إلا عندي أسبقية عندي الحق نتجاوز لكن فات السؤال ما جاوبتش نعم جاوبت لا لاش لأنه عندنا الأسبقية عندي الحق نتجاوزه لكن عندنا قواعد ديال تجاوز اللي حرمتني أني ما تجاوش شنا هي هو أنني انعدام الرؤية أنا رقلق اللاحد باللي هنا رقريب الواحد لما نعراج الرؤية ما واضحاش لا داعي باش نتجاوز عندي الحق تجاوز أنك في ملتقى الطرق لأنك أسبقية لكني كان قواعد اللي غيقدروا يحرموك نتجاوز ونتلقى من القواعد اللي حافظين هو إنعدام الرؤية ناكش باش جاوبنا هنا نتجاوز وقلنا لا كنت رؤية واضحة كنا نقوله نعم السهلة كالوقود كيزيد عند سياقة بزوزاج ديالسيارة مفتوح في المدينة نعم جاوب واحد لا جاوب جوج على الطريق سيار نعم جاوب ثلاثة لا جاوب ربعة جاوب صحيفة السؤال ورقم جوج ثلاثة بالنسبة لجاوب جاوب هذا السؤال عنده علاقة بسرعة نقال لك استهلاك الوقود كيزيد يعني استهلاك الوقود كيزيد عند سياقة ونت مبضى دجاج يعني دجاج ديالسيارة ديالسيارة مفتوح وقتش كيزيد استهلاك الوقود نقوله في المدينة لا لاش أنا في المدينة كمشيو برابعين خمسين استنادة وجهت ديالنا لكن في طريق سيار إلا كنت نحن غادين بمية ومية وعشر أو مية وعشرين وهنا تقدر تسهلك لك الوقود أكتر يعني العامل هنا كامل عنده علاقة غير بالسرعة في المدينة قلنا لا وفي طريق سيار قلنا نعم على ود العامل للسرعة فوق الضبابة كي تزاد وقت رد الفعل نعم جواب واحد لا جواب جوج من الواجب نزيد في مسافة الأمان نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة شنو ذكروا لي قليك فوق الضبابة احنا فوق الضبابة شنو كنديروا نطرع السؤال الثاني كان زيدوا من مسافة الأمان يعني نزيد المسافة الأمان يا له veil ما واجب راحا بل��ز يعني نعم لا ل يا علي وقدرت الفعل عنده علاقة بالسائق يا يمج كل حرارة هذه الحالة الوحيدة فوق الدبابة فوق تشتاة فوق تشلش هذه نقوله لا لكن إلا كانت الحرارة مفرطة هنا نقدرون يتزاد من القطرة في علاج لأن السائق يترخاف الحرارة المفرطة نكمل عمليات تجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج نبه بالضواوة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال ورقم واحد ثلاثة بالنسبة لها أنا بادي ديجا بادي العمليات تجاوز أنكمل عمليات تجاوز قلنا نعم ما نتخلاش عليها لكن لاش قلت غنبه بالضواوة لاحظوا معي قدامي هو قبل من تجاوز كان نبه بالإشارة ضوئية وكان نبه منبه الصوتي لكنت خارج لمدينة لكن هنا غنبه بالضواوة لاش لاحظوا قدامي كان واحد العربة اللي منمور العربة الثانية هي بيضاء شغلموا الشغلموا الشيء تغير تيجى ديال اليسر أنا غندي لها إشارة ضوئية باش ما تخرش حيث يدت خصم ما خطاش تدير مؤشيات تيجى ديال اليسر حيث أنها كانت جاوز ما خطاش تجاوز هي لكن بما أنها شعلت أنا غندي لها إشارة ضوئية باش تتراجع لكشي باش جوبنا نكمل عمليات تجاوز قلنا نعم نبه بالضواو نعم باش نجر قاطرة مجموة الوزن ديالة مع الحمولة المرخص بيها 600 كيلوغرام من الواج متوفر على ورقة رمادية نعم جواب واحد جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة هاد القاطرة هذي اللي كنجر معي وانا كندوز بيرمي النوع باي إلا كانت من 750 كيلوغرام يعني تسبع 150 كيلوغرام داخلة من 750 كيلوغرام التحت هذي ما كنحتاج ورقة رمادية يحتاج أنك تجرها مور العربة ديالك ومور ديال هاد القاطرة هذي باش تجرها القاطرة مورها كتدير نفس رقم تسجيل اللي عندك في العربة ديالك كتدير تجرها معك بنفس الواتائق ديال العربة يعني بطاقة الورقة الرمادية ديال ديال الطنوبيل مش دي القاطرة يعني هذي ديال 600 كيلوغرام ما محتاجاش الورقة دياله لكن غير تفوت ما كنقوش تفوت 750 كيلوغرام انا خد سواتي قديل الراسة بما فيها الورقة الرمادية كيمكن منظم السرعة من توفير وقود نعم جواب واحد لا جواب جوج باش ميمقاش منظم السرعة مشغل نقوم بالفرمالة جواب ثلاثة نبدل مستويات السرعة جواب ربعة جواب صحيف السؤال هو رقم واحد ثلاثة ربعة بالنسبة للمونت ديم السرعة شنا هو هو في العربة في الطنوبيلات كاملين دابلي ولو واللي دي واحد الجهاز كيكو انك الداخل في العربة ديالك بحال دبان نفترضو انك غد يفترق سيال بغيت مشين تغيب مياه هاد المونت ديم السرعة كتريجل هاد الجهاز على مياه وكتحيي درجلك على كل شي كتبقى شهد غير الميقود كتحيي درجلك على دواسة زيادة في سرعة كتحيي ده مكتدين تشعجة غيحة يرجع رجلك اللور وكتبقى طموبيل غادية بمياه وطلعه بمياه وخط تكون طالعه في طلع غطلع وخط هبط تبقى غادية بمياه يعني يبقى هذا كمونت ديم السرعة هاد شك يدير كيوفر لك الوقود لانه هو ما كيدغطش على محلي كتدين إنه برجل كتابقا يبقى ما يكسب طالعه كتبقى تدغط على دواسة زيادة في السرعة كتبقى تستهلك وقود أكتر هو مهج ادام سرعلا eingesرصي تعرفين أن تحكم فيها يعني ما تددتين حاجة مجدداً على الفراميل لا يجب سلطان ول باسطة مستوية السرعة ما يبقىش خدام يعني ذوك الدواسات بثلاثة غايت حاطة رجلك عليهم ما كيبقىش خدام وغاية دكشي بشجوبنا هنا برقم واحد وثلاثة واربعة باش ندوز نبهب من المنبيه الصوتي نعم جواب واحد لجواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج احنا كنا عارفه باللي الراجلين ممنوع داعليهم منبه الصوتي دكشي بشجوبنا برقم جوج هالطريق سير فيها فيتجاهين نعم جواب واحد لجواب جوج مسموحين تجاوز على مسافة طولها 700 متر نعم جواب ثلاثة لجواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة نبدأ بالسؤال الأول قل لك هالطريق فيها سير فيتجاهين يعني التراك اتض class هاد شي اللي كلاحظو الف تشوير الأفوقي في العامودي بالنسبة لتشوير العمودي يكون لأحذاء بل جوج مهما سيلوك يتضيع ومسلك يسأل يعني هنا التراك تضيع ومكدي كذلك تشوير الأفوقي راكلاحظو الجوج مسالي قاين واحد لخط arrest وقد نرى التراك الخاطر اللي كى جوج العربات من الجهة المعاكسة هذا السؤال الأول سهل نقول نعم لكن السؤال الثاني قال لك هذا مسموح لي أن نتجاوز على مسافة 300 متر لاحظوا معي في البلاكة الزرقة يوجد مسألة في البلاكة الزرقة المسلك الأول يسمى المسلك العادي للصير أما المسلك الثاني المسلك التجاوز هذا الشيء الذي نرى في التشوير الأفقي هو أن نلقى خطط متقطعة لكن المسلك الثالث يجيب خط متصل هذا تشوير منطقي وعنده تشوير مزيلا لا يوجد أخطأ في التشوير بالنسبة لك أنا نتجاوز على مسافة طول لاحظ معي التحت يقول لك هذا المسلك التجاوز الذي نحن يمتد على طول أو على مسافة أو على المتداد 700 متر يعني في هذا 700 متر عندك الحق تجاوز وعندنا الحق نتجاوز وفد 700 متر لكن من بعد 700 متر أرهب منع لك تجاوز أتكون حالة أخرى ذلك الساعة يعني هما أعطونا التجاوز على متداد 700 متر هنا ولو تشوف أنك كين مونعراج عندك راح عندك الحق تجاوز لأنه عندك جوج مسالك دياولك لم تكن تخوش في إنعادة من رؤية عندك جوج مسالك ولو تكون مونعراج ولو تكون عقبة ولو تكون هبطة حيث عندنا جوج مسالك دياولنا والمسلك التالت عنده خط نتصل بشي دياولنا خطر تساقط الأحجار يبدأ على بود 150 متر جواب واحد يمتد على مسافة 1500 متر جوج يبدأ منع وقوف على بود 150 متر جواب ثلاثة يمتد على مسافة 1500 متر جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج أربعة نهضر على العلامة الفقانية العلامة الفقانية ما نقوله؟ القاعدة الموجودة جميع العلامات الحطر من الضوء يبدأ على بود 50 متر داخل المدينة و 150 متر خارج المدينة حيث هنا لدينا خطر تساقط الأحجار حيث عندنا نظام خارج المدينة الحجار ليس نقوم بإنكاد من يجب أن نضرب 150 متر يتقوم بإنكاد الحجار تصدق قاعدة العملية الخطر كامل يبدأ على بود 50 متر و 150 متر خارج المدينة بلستنى علامة الاسئلة في النجاح هذه العلامة المثلات التي تم بهاهم واحد تهم هذه الخطر في النجاح هذه تبدأ عند العلامة والتي تسمى علامة توضع أما هذه العلامة التي نرى ومثلتها هي العلامة متقدمة الخطر يبدأ على بعد 50 متر داخل مدينة و 150 متر خارج المدينة شي اتجعل نفس الموضوع خطر تسقط الاحجر يبدأ على بعد 150 متر هذا الجواب نعلي وخرى ندوز ل العلامة الثانية الآن هي اسمية ممنوع الوقوف و التوقف الآن نعرفه يبنج جميع علامات الوقوف و التوقف ان يصبح علامة وضع و هذا الملعز يبدأ من العلامة عن من كان لديه العلامة يقولونه اذا اكلمت ر Hamburan و التوقف الا�� هنا نشعرها كثيرا Section joan ا demiş مقما افصل Victar هذاait بكثيرا هذا التالي十 عامة كيف نظر كل ذلك كيف نقول للسؤال الثاني كيف يبدأ من العل пришتل الكفر معرفية watches بصر يبدأ معنى العلماء وكتسمى علامة وضع احنا حديدنا السؤال ثلاثة بس جوبنا جوبنا غيب واحد اش بقى ليه؟ بقى ليه الجوج والربعة الجوج والربعة شنا هي؟ هو هادك اللافيتة التانية شكتسمى؟ هادك اللافيتات الامتداد هدول اللافيتات الصغرى اللي كيكونوا وسط منهم كين رقم واسهم اللي منه على الله يصر ووسط منهم رقم هادو كيتسمى اسهم الامتداد يعني دك الشي اللي كيكون فوق منهم البلايك كنقولو كيمتد على طول على مسافة على امتداد يعني كنقولو كيمتد مش كيمتد كيمتد والمصطلح اللي كيتب هو كيمتد على مسافة على طول على امتداد واخر بالنسبة هاد اللافيتة الصغرى إذا شتوها عند السهم التحت ارى كان يقصدو بها العلماء اللولو التانية كتحكم فيهم جوج يعني في سؤاله واشنو قلنا خاطر تسقط احجر كيبدأ لبواد مية وخمسة مترو احنا حافظ للقاعدة ولكن رغى يمتد على مسافة 1500 مترو شنو الفهم ديالا هو انك انت من عند العلماء تضرب 150 مترو اطلقى الحجر كيطح مزين وانك هاد الحجر كيطح واشنو قاعدة ديما الا هاي كيمتد على مسافة 1500 مترو 1500 مترو احنا كيلومتر وانست ما تلقى الحجر كيطح يعني من بعد 1500 بعد 150 ومن بعد 1500 مترو ما يمقاش الحجر كيطح متافقين اذا كي عطيونا الحجر فين غاية تح واخر بالنسبة للسؤال الثاني كيف يبدأ المنع الوقوف احنا كنعرفوه ما عند العلماء دكشيش ما تجاوبنا على بواد 150 مترو حيدنا لكن هذه اللافتة الصورة كتحكم على الحجر الفقانية بقوناتها هي كيتمتد على مسافة 1500 مترو يعني من عند العلماء 1500 مترو كاملة فهذه البلاسة هادى هادى المسافة رم منهم فيها الوقوف والتوقوف لكن بعد 1500 مترو مسموح ما كيبقاش المنع دكشي ما تجاوبنا هنا برقم واحد جوج اربعة يمكن لي انتجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لك نشوف قدامي كين في الخط للوسط غاديوك يديق هذا كنتسمى خط الانضار يعني من مورا غيولي خط متعصل هدي اللولا الثانية باللي احنا نرفوها قبل واحد العقبة الرؤية ما كانت نعدم يعني وخي كنتان خط متقطع من اللي كتجاوز لان الرؤية ما واضحاش هذا كيف يجاوبنا برقم جوج هناكي عندي واحد ملاحظة في هات الصورة هذي شوفوا معي العلمة ديال سبعين تحديد السرعة سبعين واش هاد تحديد السرعة سبعين واش كي بدأ من عند العلامة واش كي بدأ من عند العلامة واش كي تطبق قبل العلامة ومن بعد العلامة هنا تكتبق قبل وبد لماذا؟ لانا لاحظوه متحت منها هنا مكتوبة رابل كي اما كيكتبوه بالفرنسية رابل يعني ما كيكتبوه بالعربية تذكير يعني كاينة ديجه قبل تحديد السرعة السبعين ودابعة وتاني بقى هناك يذكروك ودابعة يقولك باش ما تنساش ارا عندك تحديد السرعة السبعين باش هنا ساتبتو بحل هذه الأسئلة هادول كيكو مكتوب فيهم تذكير عرف بالليرة كانت قبل وغتكمل بها عو تاني من بعد عند ملتقى الطرق غدا يكون عندي حق أسبقية نعم جواب واحد لا جواب جوج نقص من السرعة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيح في السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة هاد الملتقى الطرق على شكل مادار والمادار عندنا فيه ثلاث القواعد اشنا هما؟ الأول إلا ما كأنك تشي علامة اللي كتسمح لك بلتاة الأسبقية او ما تعطيش إلا ما عندك تشي بلاكة هنا كنعطوه أسبقية للام أيين وبالنسبة ه neigh كانت عندك ملتة مقلوب في المادار هنا كنعطوه أسبقية للياسر فقط ولكن إلي كنعطوه المادار يوقف كنعطوه أسبقية ليلام علي هل هو ثلاث القواعد اللي عندنا في المعضة هنا ما يكين تشهي بلاكة نعطوه أسبقية لليامين اشتغل لي أن المنتقى الطرق غادي يكون عندها أسبقية وقلنا نعم ولكن هنا كنقول نعطوه أسبقية لليامين غير هو كين واحد للسيط نأفت الشدي المنتقية الطرق بالنسبة للمنتقية الطرق كامل لشكل اكس وزائد ويلا ما كنشب لايك لما كنت أسبقية كنت أعطوه هل يمن حال هذا المعضة لكن كن حطوا لي هاد السؤال لحطوا لي في المنتقى الطرق على شكل اكس وزائد ويلا ما كنت أعطوه كنت أعطوه هل يمن لكن هناك حالة ستنائية في هذا المعضة كنقول عند المنتقى الطرق غادي تكون عندي أسبقية نعم لماذا؟ لأنك أنت ما تدخل المعضة ما ما ستصادف أول عربات ستصادف هل يجي من الليسر ليمن را ما كينش ليمن قش كتصادفه دخل المعضة ودخل الوسط عاد كتلقى ليمن دينك كتعطوه أسبقية يعني هناك عدنا الطريق وحدا اللي كانت لقابه هي صحاب ليسر كنقول في هذا المنتقى الطرق اللي أعطوك سؤال إلا ما كنش بلايك وقال لك عن المنتقى الطرق عندي أسبقية نعم لكن لا عندك منتقى الطرق على شكل اكس وزائد وطي وقال لك ما كنش بلايك وقال لك عن المنتقى الطرق ستكونني أسبقية قول لا لاش لأنك ما تخرج تصادف مولي من حدك هذا هو الاختلاف لكين من نسبة السؤال الثاني نقسم الصراع هذا شي طابعي أن الكجامل المنتقى الطرق كان نقسم الصراع ذاك شي بجوابنا برقم واحد وثلاثة باش نكمل التجاوز يمكن لي نمشي بسرعة أقصاها مئة وعشرين كلمتر في ساعة جواب واحد مئة كلمتر في ساعة جواب جوج ثمانين كلمتر في ساعة جواب ثلاثة الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج وبعد نسبة حول الى السرعة باش محدودة هنا لدي العلمة تقول لك نهاية الطريق سير يعني فطريق سير فاش محدودة السرعة محدودة في مئة أو شي كلمة في ساعة لكن كنت تخرج من الطريق السير بالنسبة للطريق العدي هنا إذا قد تقول لك بالنسبة للطريق العديث حيث دبا ما تخلطوش لكم مصطلحات حيث ما كان قولو يمكنلي كان جاوبه بزافة الأرقام لكن قال لك يمكنلي نمشي بسرعة أقصى يعني يعطيه له ماكسيموم بتعطيه مش لي إلا 80 و 90 و 100 لا بسرعة قال لك باش نمشي بسرعة أقصى شو قال لك يمكنلي نمشي بسرعة تقدر نقوله 80 و 100 هنا هي فات الجواب لكن قال لك يمكنلي نمشي بسرعة أقصى أقصى هرغت جاوبري بسرعة وحدة مديش بزافة السرعة يعني بأقصها هو رقم جوج إلى المياه حيث السرعة محدودة في 100 كمتر في الساعة يمكنلي يكون مجبر ندوز اختبار خاص بالكحول وخمر تلك بتحتشمو خلافة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد السؤال شو تقول لك يمكنلي نكون مجبر ندوز اختبار خاص بالكحول شن هو هذا الاختيبار هو واحد الجهاز كيعطيه لك الشرطي باش انك تنفخ فيه باش كيشوف نسبة الكحول اللي فيك واش انك انت في حالة سكر يهو للا قل لك انت يمكن تكون مجبر دوز اختبار خاص بالكحول وخمات رتك بتشمو خلافة يعني الشرطي يشك فيك يقدر يقول لك انفخ في هذا الجهاز باش يديلك اختبار ديال الكوحول واش انت في حالة سكر يهو للا بالنسبة وخمات رتك شمو خلافة لكن في حالة رتكام مو خلافة عراك يديرها مياه في مياه كيشوف واش باش يبنيو على الحادثة واش حالة سكر يهو للا ديال بنسبة وخمات رتكوش تعنيك مخالفة عراك تكون مجبر عراك تديرها مجبر على عراك تديرها لاختيبار خاص بالكحول انا في وضع المناسب للتوقوف نعم جواب واحد لا جواب جوج للوقوف نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج اربعة بزاف هنا اللي غيغلطوا في السؤال لانه لاش نحن قدامنا كنشوفو علامة من الوقوف والتوقوف احنا كنقولو من الوقوف والتوقوف كي يبدأ من عند العلامة كي يطبق المنع من عند العلامة وانت غاديتها حتى الملتقى الطرق لكني يقولوك انا في وضع المناسب نعم فسطرق في وضع المناسب هنا راب بلاك أو لبل بلاك راب منع الوقوف والتوقوف كذلك انه هنا الطرق راب ضيقة وكتبتك مسلك واحد بلما يكون لطرق طوار مصبوغ لما ينتشي حاجة راب في الطرق اللي كتكون ضيقة راب منع الوقوف والتوقوف فعلاش لانك كتدير عرقالة تسير هذه في حالة اللي كانوا ديجل عربات موراك هنا يجوا عربات ووقفهم موراك هناك كتكون دخلتي في مخالفات العرقالة تسير هنا في الوضع المناسب نعم فسطرق هنا نرمنا الوقوف والتوقوف ذلك شبه جوبنا بجوج رابعة من الواجب نعطيح حق الاسباقية اللي جيين من ليمن بوحدهم جواب واحد اللي جيين من ليصر بوحدهم جواب جوج اللي جيين من ليمن والليصر جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة هنا ملتقى الطرق على شكل زائد مكينش لعلامات مكينش لتشوير لعلامات اللي والو هناك نعطيح القاعدة كتكون نعطيح أسباقية اليامية نكشي نعطيح لكم الواجب نعطيح أسباقية من اللي من بوحدهم نكشي بجوجنا برقم واحد لكن ننظر على هذه الصورة أكتر بالنسبة هنا نفترض أنك أنت وصلتي في نفس الوقت وليتوب ربعة أنكم في ذلك الملتقى الطرق هنا في هذه الحالة تتحدث فيكم عنده أسباقية مكينش شي قاعدة تقول لا كانت بيكالا لا كانت كاميو لا كانت نرموك لا مكينش شي قاعدة تقولش كوليدوز الأول هناك تدخل في آداب ديال الطريق واحد فيكم يا إما كيسمح كيضر إشارة ضوئية أو أنه كيخرج يدو يأتيكم إشارة أنكم تدوزو لكن كتديرها وانت رد البل يعني في حالة لقدر لو قعت واحد حديثة وانت أخرج شي وقصتها كلي بكليمن لا تقول لهم الحقارة ندخل في آداب الطريق لا تقول لهم مخالف لأنك تقصي لكليمن هناك ندخل لنا في آداب الطريق وبشوية بلاتي أحسنتك نفكوها بحال الشكل نعطيكم مثل بحال الشكل ديال النص دورة ركنت لا بغتي تدر نص دورة في حال الطريق وكال الخط تقطع ما كانت متعصل رمعن كيش لا يقول لك لا لأي شدرت غيمتش عرق لاتسان نقول لك ما كانت متعصل نص دورة لا يقول لك لماذا لا يمكن تحرك مخالفة مديرها لكي ما بغتي لكن يكون أكد يقصك أي واحد فإنك أنت مخالف مئة في مئة في الحادثة يقصك أي واحد لأنك كيش حويج كديرهم لا يحاسبك عليهم تشي واحد لكن لقد قدر لو وقعت حادثة ركنتني مخالفة بحال الشكل ديال الباب ديال الطنوبي كنت تحلم الباب من طوام لا يقول لك لماذا حليتي الباب لكن كم أكد لما تخرج أرد الباب إلا قصك أي واحد فإنك المخالفة مئة في مئة بعد ذلك دابة هنا بربعان كما وصلت لا يوجد أي واحد لديه أسبقية لا يوجد أي واحد لديه أسبقية هناك تدخل في أدب ديال الطريق واحد يحاول يسمح إما يستطيع إشارته إياه أو أنه يخرج جده يسمح لكي السيرك بكله يمشي وانت رد الباب ولكن إلا قدر لو قاعد الحديث ركبنا نطبقه أسبقية ليه منك سعب لتنبه العربة القادمة من القدام نبه بواسط المنبه الصوتي نعم جواب واحد لا جواب جوج نبه بواسطة ضواوة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج أربعة بالنسبة هنا منعارش اليسر قال لك النبي العربي اللي قدر من القدام ندير منبه الصوتي المنبه الصوتي أولا معداء داخل المدينة ما منوع وفي نص الوقت واخد كنت خارج المدينة ما عنده تشي معنى انك تدير منبه الصوتي في المنعارش انت شهد مسلك ديالك واللي يجي قدام شهد مسلك دياله كدوزه عادي كان حالة وحدة اللي كي يدير منبه الصوتي هو الوزن التاقيل اللي عنده القنرموك ولي الكيرا اللي يكونو طوال وهو اللي يخد منطر وخصص ميزم اللي يظهر قائل من مخصص لك العربة جاي غير من سلك صوتي اما العربة عندها مسلك كله وت bringing ها لا يعلم انها long ما Ling هذا هذي حيثنا للولا من حالة واحدة منك نزل العربات الوزن تاقل اللي كي يحاول انه منفذك المنعراج والطريقة ضيقة كي ياخد من الجزء المخصص العربات اللي جئين من القدام هذا كي يدين منبه الصوتي باش كي يعلم عن التواجد دياله سؤال له الحيثنا رقم جوش النبه بواسط الضواو هالضواو ما عنده تشي معنى بنهار انك تديره ما صالح لتشي حاجة لكن قدر نقول لك خارج المدينة ممكن انك تدير في المنعراج اشارة ضوئية ولكن من يكون ضلام ؟ لماذا نديره اشارة ضوئية ؟ نديره اشارة ضوئية كنخافوه الذي يأتي قدامنا حيث المنعراج ممكن نعرفوش كونه يجاي كنخافوه ليكون جاي شاعل ضواء و ديال الطريق و انا شاعل ضواء و ديال الطريق وكنجي وفص المنعراج نعميم بعضياتنا انا ما عندك شكيفاش دياله لك تكون ملاهيه انت مع ذك الدورة هنا كنعلموه قبل باش شاعل ضوء الطريق كحيده كان ضوء دوء تقاول باش نتقابله عادي هذا هو المعنى من اشارة ضوئية في المنعراج في المنعراج بالليل ولكن خارج المدينة اما داخل المدينة اللي انت غاد يغيب ضوء تقابل تهي ما عنده تشي معنى انك في المنعراج تقول ندير اشارة ضوئية كل واحد شاد لمسلك دياله لكن قدر نقول لك في المنعراج تقايا الطرق نديره اشارة ضوئية كنعلم على التواجد ديالي لان هذه المسألة قدر ندير دورة تقوينية في كيفية المنعراج سوف تفهموا علاش كنعراج اشارة ضوئية في المنعراج تقايا الطرق باش مياه كورش اللي يجي من اللايسل باش مياه يخد لك مطرق انا قدر نتالي مخالف وقدر نكون موين مخالف ولكن يشير دورة تقوينية ان شاء الله قريب ان شاء الله نديره في كيفية المنعراج وان شاء الله سوف نطرق لهذا الشيء كامل كنظر على ليمن نسمح لهذا الرجل ايدوز نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيبة السؤال هو رقم واحد بالنسبة الكثير من يجيب رقم جوج هنا ولكن هنشرح لكم طريقة كيفية كنظروا على الرجلين بالنسبة ... ميكن هدروه بصفة عامة بصفة عام كنهدوه عليه رجيني كنقول لك نعطي الأسبقيه الرجي لك الشأنه لذلك المصريل علمين نعم إذا كنت تأخير قدام نعم إليك شأنه نأنه على ليسر نعم دائما في مي هدرولتك لان نعطي أسبقيه عامة نعطي أسبقيه رجيني لا تحتاج تشوف أنت الصورة ما تحتاج تشوفه على كان تحصل رجلو ولا ما حطت سجلو هنا جاوب غايرة امام EPA дело فن 수도تين سوف نضع إلك ذلك وleshbbfs لم تحتاج أن تكفى سؤال لكن كنت في لا توجد سؤال على الشكل المفعل ربما ننضي ربما نرى جوج سياغ ذي السؤال اللي كنت أعطى في الرجلين حاولت تردون بها هضرت المسافة عامة قلت لك من واجهة أسبقية الرجلين بلا ما تفكر بلا ما تشوف الصورة ديما جواب ناعم فيما مشي ناك نعطى أسبقية الرجلين هادي القاعدة اللي كاينة لكن ميكتل السؤال عن شكل فعل أمر باش ندوز جواب رقم واحد نوقف جواب جوج يعني اخذك تحليل الصورة يعني يحتاج انك قولي معطوني الصورة باش نشوفها إلا حاطة الرجلين مرة جيلي خاصك توقف إلا كان رجلين باقي فقط طوار دوز في حالة الفرمالة السعجالية كتزيد مسافة الوقوف إلى تناول السائق لمخدرات جواب واحد شرب القهوة جواب جوج شرب الكحول جواب ثلاثة كن عيان جواب ربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة أربعة قبل ما بدأ نشرح هات السؤال حاول دير شي سيلو برقة قدامك لانها ممكن شعق على هات الشي كله اللي غنقوله معلومات كتيرة اللي غنذكر دا بايا حاول السؤال انا نذكر في جميع المعلومات باش جميع الأسئلة اللي جاية تقدر تجاوب معلومة رأسك واخر نبدو نبدو شنو قال لك في حالة الفرمالة السعجالية كتزيد مسافة الوقوف أم دم تعرف مسافة الوقوف شنا هي ما سافت الوقوف هي انت ما كتشوف الحدث انت غادي الشتفي ост падا 보세요 وهذا الشتفي واحد الموشكي قدامك بالطريق حتى كتوقف لك العرابة هادي كله تمام مسافة الوقوف تعقلين كتب ها مسافة الوقوف هي من كتشوف انت الحادث حتى هي المسافة مقطوا لما بين الإدراك سعيق للحدث حتى zeigen بخطوات العرابة يعني من تعرف ما بين إدراك السعيق للحدث حتى وقوف العرابة حتي Ken5 varit فقطر الجواب حتى كتوقف لك تعرف مسافة الوقوف مسافة الوقوف عنا تعريف آخر ممتاز نتعريف آخر مسافة الوقوف أش الذي تساوي Marchegiani وقت 내 فعلmor مسافة الكمحة مسافة الوقوف تساوي وقت للفعل زائد مسافة الكمحة نحن ما نضعوا للحساب كيف كان حسب UM مسافة الوقوف مش كاتساوي وقت للفعل زائد مسافة الكبح مزيد سيضر ألو مسافة الوقوف ما في وقت Corps للفعل هو اللول يعني إذا ما أريد أن نشرحه مسافة الوقوف يجب أن نشرحه وقترد الفعل ونشرحه الكبح لأنه وقترد الفعل زائد مسافة الكبح كنت تساوي مسافة الوقوف أرى ما بدأه وقترد الفعل واللول وقترد الفعل ما هو؟ هو ما تشوف لتالحادث حتى تدين الفعل إني أنت غالي لقيتي واحد المشكل شتي ذلك المشكل دخلته لضماغك طريقته ذلك المسائل في الدماغ ديالك قلتي أرى أقل فراني ندور الميقواد هذا كويك ندين الفعل غالب ثلاثي ندور الميقواد وحدها اجهد وهذا كنت تسمى مسافة وقترد الفعل هذا كامل قلناtil مسافة الكبح ما هي quedرت إلى الفعل وتساوي المسافة أن كنت متعبطو ما يقود إلى الفران حتى وقفت Kennedy كان الألوم Blue مثلث قد نشرح وقترد الفعل هو أنك مستشعر للعوامين وإذن تقدر أنك مستشعر لحادث هو مدى انتباه السائق يعني هو السائق اللي غادي كي يسوق واش مكون سنتره مستيقا دياله ولا مليف التليفون ولا كي يقدر مع شي حد هذا مدى انتباه السائق حالته الجسمانية هو عيان مريض واشي حاجة عنده هذه الحالته الجسمانية زائد التعب شرب الخمر تغير من وقترد الفعل تناول المخدرات والتدخين وتناول بعض الأدوية تغير من وقترد الفعل تغير حسب مدى انتباه السائق حالته الجسمانية التعب شرب الخمر تناول المخدرات التدخين تناول بعض الأدوية اللي كي تجيب السائق الناس هذا مدى انتباه السائق حالته الجسمانية التعب شرب الخمر تناول المخدرات حتى توقف العرابة ولكن يجيب السائق ما هي السرعة السرعة تغير مسافة الكبح ما هي السائق لان كلما السرعة ترتفعت كلما مسافة الكبح تغير هنا السرعة حسب السرعة التحام الحمولة حالة العربة حالة الطريق حالة الطقس هذو كامل يغيرها نعود نشرحهم السرعة قلنا اللي غادي في السيلم محل اللي غادي مياه الالتحام التحام هو براسور يغير لي من مسافة الكبح ما هو التحام؟ هو الاحتكاك من بين العجلة والأرض وليس مبين هل ينصل على حول الغادي لان كلما يجري ونحن كلما التحام هيغيرها يعني دخلت في مسافات الكامل تغير لي التحام يعني احتكاك من بين العجلة والأرض وان توجد من الماء وان توجد من الماء لان التحام هيغير مبين الحمولة ويقول لدي هذا الوزن تقيل أنا لا أعلم أنه سيخوي إذاً تلحمه وإذاً تدخل لي مسافة الكبح يعني أنك كنت تفرني وطنوبين لديك خوية، أنا لا أعلم أنك تفرني لديك عمراء، لأنك عمراء ستزيد مسافة الكبح الحالة العربية ما هي الحالة العربية؟ أولاً حالة النوابين، حالة العجالات إذاً لديك النوابين مهدوك، وليمون تسير ولكن لديك الديسك والقرس والقرس إذاً لديك هذا الشيء كام يدخل في حالات العربية، إذاً لديك شيء عندك أي أرى مسافة الكبحة التي ترتع فيها الحالة الطريق الطريق، وش الشانطة مزفت، ولا من الرملاء ولا في فوق من الرملاء ولا فيه النيلوم يعني حالة الطريق تلعبتها بمسافة الكحب تزيد فيها كذلك حالة الطقس وش الشانطة بحالة الجو نشف يعني الأرض نشفة وكل شيء مزيد يعني حالة الطقس تدخل فيها وإذا كانت تغيط الضبابة لأنك ندل الضبابة كيتح النفل في الشانطة وإذا كانت نيله تقترب مسافة الكبحة تزيد لك يعني هذه الأوامين كاملة اللي اذكرت نعودها لك، مسافة الكبحة تغيير حسب السرعة التحام، الحمولة، حالة العربة، حالة الطريق، حالة الطقس حاولتش تجلوهم باشا قلع لهم وخمزين، هادرنا على وقت ردفع شنو اللي يغيره هادرنا على مسافة الكبح شنو يغيره وحنشنو قلنا، بللي مسافة الوقوف أش كتساوي؟ وقت رد الفعل زائد مسافة الكبح يعني شنو يا، لابيت نقول لك دابا شنو العوامل اللي كيغيروا لي مسافة الوقوف، شنو أما؟ هو ذلك العوامل اللي ذكرت لك في وقت رد الفعل زائد ذلك العوامل اللي ذكرت لك في مسافة الكبح، نكتبوهم يلا، مسافة الوقوف، شكو لك غيرها؟ مسافة الوقوف كتس غير حسب مدد الانتباه السائق، حالته الجسمانية، التعام، الشرب الكوحول، تناول الأدوية اللي كجيب سائق الناس، التدخين، السرعة، الالتحام، الحمولة، حالة الطقس، حالة الطريق، حالة العربة سجلت شيء كاملين، وكنتظر أنك أمرك تلفيه أجل، عندما ترون السؤال، قال لك في حالات الفرمالة السعجالية كتزيد مسافة الوقوف إذا كانت تناول السائق المخدرات هل هناك داخلها؟ داخلها في وقت رد الفعل وقت رد الفعل نحن قلنا نداخل في مسافة الوقوف مزيد، شرب القهوة مكينة، مذكرتها شرب الكوحول داخل في وقت رد الفعل كان عين، داخل في وقت رد الفعل شي كون بلصتك شرب القهوة كون ندرون سرعة، والالتحام، والحالة الطقس، والحالات العربة كون تيغا تزيدها، بلصتك شرب القهوة بحالة بكون ندرون لك في حالات الفرمالة السعجالية كتزيد مسافة الوقوف إلى تناول السائق المخدرات واحد وبلصتك شرب القهوة، قال لك السرعة، والتيحام، أو حالات الطقس، كون تيغا تزيدها ليش؟ لأنها داخلها في مسافة الكبح ومسافة الكبح، ومسافة الكبح داخلها في مسافة الوقوف كانتش مننا أنكم تكونوا فهمتوا هاد السؤال بزيان؟ لكي نعلن أن نقترب في هاد المونعرج، نبه بالمنبه الصوتي نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج نبه بالضواوة، نعم، جواب ثلاثة، لا، جواب أربعة الجواب صحيح في هاد السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة هنا، أنا بصلور واحد المونعرج اللي دير على يدنا لسا المنبه الصوتي، قلنا لبليل لامنار، أنا مصالح لتشي حاجة في المونعرج ما عنده تشي معنى، حالة واحدة اللي كي يقدر تخدم فيها اللي يخدم فيها المونبه الصوتي ومع ذوك الشاحنات الكبار، الرموك، اللي كي شوف راسه أنه في ذاك المونعرج يقدروا طريق ضيقة أنه غي ياخد شوية من طريق دير تيجاه المعاكس هادك ولي كي يخدم منبه الصوتي، أما باقي العربات عندك مسلك ديرك كاتمش فيه ما عنده تشي معنى أنك تديرو في المونعرج، ما خدمش نبه منبه الصوتي، ندرنا الله، سواء يا بالليل يا بالنر، ما تديروش، نبه بالضواو، احنا كنشوف دب الليل وما كي لا ضواو لوالو، احنا كننبه بالضواو، علاش؟ حيش كنخاف العربة اللي تكون جيام القدام ديالي تكون شعلات ضوط طريق وفي وسط المونعرج، كي يوقع مشكل، اللهم كننبه بإشارة ضوئية، باش اللي يشاف إشارة ضوئية كيف يفهم باللي راكين بحلقة نعلى عن تواجد ديالك وكل واحد فينا كي يديرو التقابل، وكيروس هادك المونعرج بسهلا كيمكن المتبت إلكتروني مسحح المصر من تحسين جودة ديال الفرمالة؟ نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج من تحسين انضباط العربة على الطريق؟ نعم، جواب ثلاثة، لا، جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج، ثلاثة بالنسبة هاد المتبت الإلكتروني أو مصحح المصر هو ESP هادو أنظمة كتيرة اللي ولد دبا مؤخرا في العربات منهم LABES، LABIR، ESP، ESC هادو بزفد الأنظمة إن شاء الله سنقوم بعمل الفيديو مخصص غير هادو الأنظمة كاملين باش شرحهم ونعطوه الاخترافات ديرو ونعطوه لاش كي يصلاحو لكن هنا سنقوم بغيب بعجالة بالنسبة للمصحح المصر، هو ما هو؟ هادو المصحح المصر هو المصحح المصر عنده فقدان التحام العجلة بالطريق ميك تكون تغادي كتفقد التحام بين العجلة والطريق، ما كيبقاش هادو الالتيحام ما هو الدور الذي يدوره؟ هو يحصل العجلة ون يجعل العربة أنها تتخلق من الطريق يعني هو مصحح المصر، ما هو الإجابة؟ لا يحسن مجهودة الفرما، كان الأنظمة خلال التي تحسن مجهودة الفرما ولكن ما هو يدور هذا المصحح المصر؟ من تحسن انضباط العربة على الطريق، لكي يجبنا بجوج 3 لكن سنقوم بتحسن فيديو خاص لكي نذكره هاد جميع العنظمة كاملين، كله وليش كتصلاح وليش من ديوره الحرارة داخل العربة، كتزيد من وقت رد الفعل؟ نعم، جواب واحد، لا، جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد، الحرارة داخل العربة هي من بين، نقوله الحرارة مفرطة، يمن بين الأسباب اللي كتزيد من وقت رد الفعل؟ لأنه ما كتكون الحرارة بسرطة ما كتكون حرارة مفرطة، الساق كي ترخى، وللترخى كي مكي يقول لي مقت رد الفعل؟ دينه زيد السرعة، عندها تأثير على المجال البصاري، جواب واحد، كتمكن من تمديد المجال البصاري، جواب جوج، كتقلص المجال البصاري، جواب ثلاثة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد، ثلاثة، بالنسبة لنا نضروع للسرعة، السرعة كلما كنا قادين بشوية بحلبة غادين بالثلاثين أو بالربعين أو بالخمسين، كتقدر أنك تشوف الجواني بديالك، wire according to the السرعة ميميين Emu أقول نضروعي 100 ل silo إذا كنتي عادية الأرججية كنتم تقدر أن تشوف 180 درجة الأرجفية، استخدائها realiz Z quarpa وما كنrir التعامز classical وتقوم بشوية العلمات الأ umm 188 درجة كامل لا تصدر تany이что تجري ب� LIJSA من التلك پذل عربية جواب الفعل تقوم بشكل 4060 هذا المجال البصاري، الفعل بشاهرة التي تشاهرها كاملاء톨� Chernominol ما تصدر large philosophical ت السرعة من الت basis موقع المجال البصري يبقى يقل تقدر تقولي فى الآخر تشوفه كي نقص بـ 45 و 40 نقص بـ 30 و 50 انت ذاك المجال البصري غادي وكي يقل يلي انت في ذاك الوجوانب بدية الطريق ماتبقاش تشوفه من يئين ما تشوفه بلايك لو لأوله ما حدك انت كجي عاد الناس اللي كي جروه بـ 120 و 130 كي يجروه كسر الوجوانب مكيبقوش يبقوش يبرون كتبتل يا تشوفه قدامك يلي كشي من السرع عندي تأثير على المجرى البصري المجرى البصري هو ذك الشوفة اني كتشوف انت كاملة 180 درجة كاملة ومحدة غادية وكاد تقلك ما تقشوف كل شي جنة ما تقشوفهم وكتقلص المجرى البصري يعني مجرى البصري يكي تقلص ما يقولش كبير كالانك 180 محدك انت كتجلي وغادك يقلل ذك الجانب ما غتشوفهمش ذكي بجونة 1 ثلاثة يمكن لي نكمل السير القدام نعم جواب 1 لا جواب جوج نظر على ليمن نعم جواب 3 لا جواب 4 جواب صحيفة السؤال هو رقم 1 ثلاثة بل هي السلاسل الأخرين ما بقوا فيهم هدايا ما بقوا فيهم هدايا ما بقوا فيهم تشي حاجة ولا غير سؤالي نستيك في سؤال ما عليش بالنسبة ل هاد العلامة اللي قدامنا اش كتقول اجبار على العربات اللي كتعدى في الوزن ديالها 5 طنوص في الوزن ديالها 5 طنوص يعني قاعد العربات اللي كتعدى 5 طنوص يدور على ليمن مجبارين هادوك اجبار على انهم يدورها ما بقوا في الوزن ديالها ما بقوا في الوزن ديالها 3 طنوص من 3 طنوص إلى تحت يعني انت ممكن انك تكمل سيقدام ممكن انك تدور على ليمن ما عندك من دور على اليسر ما عندك مشكه لكن العربات اللي كتعدى 5 طنوص هادوكرا ما يمكنش يمشي القدام ويمكنش دور على اليسر مجباري لانه من دور على اليمن يمكن لي انتوقف في هاد المكان باش نشوف الخارقة الطرقية نعم جواب واحد لا جواب جوج باش نجاوب على الهاتف نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال ورقم جوج ربعة بالنسبة هاد الشكل اللي لشكل مربعات البيض والحمر هادو ماشي بحلو بحال ترات وار المسبوع البيض والحمر هادو مذكور في الجارة الرسمية لكن ترات وار المسبوع البيض والحمر ما مذكورش نيائيا نهضر على هادو لشكل مربعات هادو اسميتو هادو المسلك هادو اسميتو مسلك استعجالي كيف تقوم بحضوها ؟ فهو مستعجالي و لا يوقف موله يجز منه من مور هاد المربعات لبيض الحمر يكون مورها واحد البلاسة فيها غير رملة يعني غا تفوت هاد البيض الحمر غا تلقام مورها غير رملة مكتدوز للشاحنة كتدخل في الرملة كتوقف الرأسة لان الرملة كتشد العجلة و كتوقف الرأسة هنا هو موقع الشموشكين يعني هاد هاد اسميته مسلك استعجالي مخصص الشاحنة اللي كتتعرض مشكل في الفرمالة كتدوز من هاد البلاسة ما غا توقفش هي كتدوز باش مورها كتخرج غير رملة و هذه الرملة هي اللي كتفرانيها من هي كتكون شتاب كيتزاد وقت رد الفعل نعم جواب واحد لا جواب جوج كتزاد مسافة الفرمالة نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج ثلاثة باللي قالك من هي كتكون شتاب كيتزاد وقت رد الفعل قلنا لا لماذا لان وقت رد الفعل انه علاقة بك انتا واش انتا شرب الكحول واش تكتناول المخدرات او بعض الادوية انتو كل عوامي كامل اللي كتغير وقت رد الفعل واش انتا اللي كتعلق وقت رد الفعل كتعلق بالسائق ماشي بالجو قلنا حالة واحدة بيكتكون حارة مفردة هي الوحيدة اللي كتزاد من وقت رد الفعل قلنا لا لكن كتزاد مسافة الفرمالة مسافة الفرمالة اللي كانت ركت ضاعف جوج مرات كتولي يعني كتزاد مسافة الفرمالة كشي مش جوبنا براقم جوج ثلاثة هاد الجاذب كيشير لسخونة المحرك نعم جواب واحد لا جواب جوج العطب في جهاز تبريد نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج اربعة بالنسبة هاد الدول الجاذب هاد الرمزة ده اللي هو بالليموني هاد رش كيصلح لإزالة الجليد والساقيع من الواقية الخلفية ما معنيتها ؟ هاد الرمزة تكون غادي سائق العربة ديالك تكون غادي وحشوية تشوف المراية اللورد الجاجة اللورانية تكون مضبة كاملة الشي وخه تبط مع كشيفون وتمسح الجاجة ما تمسحشلك وتبط مع كلمة وتمقاتل طرش المات الماء ما تمسحشلك وطلق الماء ما تمسحشلك نهائيا لكن لاحظوا معي دائما في الجاجة اللورانية كيكون كيكون واحد الخطوط بحال بحاش يزواقها غادين كاملين ومرتبين هادوكرا كلهم عبارة عن نحاسات في وسط الجاج انت بيك عندك واحد الجهاز بهذا الشكل هادا كيكون عندك في العربة ديالك كتبرك عليه ما كتبرك عليه كيبدأ يسخن هاداك بحال النحاسات هاداك الزواقات كيسخنو ما كيسخنو ما كيسخنو كيبدأ هاداك الدبابة كتبشي هي اسم منها إزالة الجليد والسقيع من الواقية الخلفية غيرت كليكي عليها كليكي عليها هادا الرمز هادا من اللور كيبدأ هاداك شي كيتحيد الرأسه ما تحتاج انك تدير شي فونه طبطه ما تدير تلوح الماء ولا هاداك شي ما تحتاجوش غير اتخلي من هادا الرمز هادا براك عليه ذاك الدبابة ما كتبقاش لك اللور فهاد المكان كيمكن لي نتوقف نعم جواب واحد لا جواب جوج نوقف نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال ورقم جوج اربعة بالنسبة للاماكين دي فوق القنطرة ولم تحت القنطرة رام منوع الوقوف والتوقوف كذلك عندك مسلك واحد وكين ختم التاصل راح ممنوع لك الوقوف والتوقوف علاش لان العربات اللي غايجوا موراك غايب غايبوا يتجاوزوك غايطروا انهم يقيصوا الختم التاصل وفهندرتي اللي هم عرق على لك شي باش قلنا في هاد المكان يمكن ينتوقف اللا نوقف اللا عند ملتقى الطرق المقبيل غادي يكون عندي حق اسبقية نعم جواب واحد لا جواب جوج نقص من السرعة نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة لعلمة شو سميتة طريق دو اولوية يعني انت اللي عندك اسبقية دو المعرور اللي من اوليسر اش كي يكون عندهم اعطاع حق الاسبقية يعني هما كيكون عندهم ذاك المثلات اللي مقلوب هو بشكل سلقائي كيكون عن شي إلا انت عندك طريق دو اولوية اللي من اوليسر كيكون عندهم جوج حواجي يعني هما يكون عندهم مقف يعني هما يكون عندهم متلات اللي مقلوب لديه اعتحق الاسبقية هاتش اللي كي دول البرنسب للملتقية الطرق كيفاش كيت تحت من جسمة عن ملتقية الطرق المقبل غادي تكون عندك حق الاسبقية نعم نقص من السرعة حنا نقول نعم في الملتقية الطرق كاملين ايش وصل لهم كتنقص من السرعة اشتركوا في القناة